بسم الله الرحمن الرحيم احنا كنا عرفنا عن دي المرة اللي فاتت انا المرة اللي فاتت عرفت عن كنيستي وطيفتي وعرفت ان انا كنت من عائلة مؤمنة اللي بيسموا نفسهم مؤمنين كانوا متشددين انا كنت من طايفة الاخوة وكان اهلي كلهم خدام من طايفة الاخوة يعني وبروتستانت لكن اغلبهم من الاخوة اللي هم اصلا بيسموا نفسهم فلاحين الكتاب المقدس يعني هم اكتر الناس بيحفظوا وبيتكلموا في الكتاب واكتر الناس بيفصروا الكتاب الطايفة دي مش تبشيرية قوي هو مذهب بعيد شوية عن التبشير ولكن انا انضميت بعد كده في حياتي قلت ان انا انت مثل الكنيسة المعمدنية فترة والكنيسة المعمدنية دي هي مش كاريزماتيك قوي اللي هم بيؤمنوا بالروح طيب انا ممكن اطلب منك طلب انا عايز اسيبلك الشاشة كاملة اسيبلك المساحة كاملة وانزل وهنسمعك من تحت انا حفظ الناس اوكي 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 ايسا مش كاريزماتيك زي الرسولية والخمسينية ولكن هي كان فيها جزء من الامان بالروح القدس ومواهب الروح القدس برضو لكن مش كاريزماتيك قوي يعني مش الناس اللي بيهللوا ويهيصوا ويرقصوا وكده هي يعني اهدى شوية منهم وقلت ان انا جيت في فترة وما كنتش مصدقة قصة مواهب الروح والتكلم بألسانة وكده لان انا اصلا كنت في طايفة لا تؤمن بكده اصلا وبعدين تركت المعمدنية بسبب موضوع التكلم بألسانة يعني ده كان الجزئية الفارقة في حياتي وانا موجودة في كنيسة المعمدنية واتجهت للمشيخية وكملت بقية حياتي المسيحية في الكنيسة المشيخية درست دراسات ابتدت معي من وانا في سن اعدادي كنت باخد دراستات في الكتاب المقدس كعادة البروتستانت هم دايما بيعملوا دراسات للولاد من صغرهم في الكتاب المقدس فانا ابتدت من سن صغير قوي ادرس في الكتاب المقدس ولكن وانا في سنوي ابتدت ااخد حاجة اسمها الفا كورس والالفا كورس دي حاجة تعليمية ولكن فيها جزء كرازي وتبشيري برضو وبعدين لما اتجهت بعد كده للكنيسة المشيخية انا يعني يمكن كملت اغلب دراساتي وانا في الكنيسة المشيخية اشهر طبعا الكنيسة المشيخية الموجودة في مصر هي كنيسة قصر الدبارة انا بس بحب اوضح الفكرة ايه هي المشيخية كنيسة قصر الدبارة دي كنيسة انجلية مشيخية الكنيسة المشيخية دي بيبقى فيها مجلس ادارة عبارة عن شيوخ يعني سهل قوي ان انت تسمع الشيخ حنة الشيخ بوتروس الشيخ عادي ده هي كنيسة مشيخية فيها مجلس الادارة بتاعها بيتكون من الاسيس والشيوخ وشمامسة بيجوا بالانتخاب حتى الاسيس بيجي بالانتخاب بينتخبوه بينتخبو مجلس الادارة الاسيس مش بينتخب مرة تاني الا لو اعضاء الكنيسة تلت اعضاء الكنيسة طلب جمعية عمومية عشان يسحب منه الثقة ولكن الشيوخ بتتجدد لهم كل اربع سنين الانتخابات زي الانتخابات يعني العادية انا كملت زي ما بقول في الكنيسة المشيخية هي كنيسة وسط بقى بين كنيسة الاخوة والكنيسة الخمسانية والرسولية والمعمدنية وكده وسط بمعنى ان هما جوا العبادة عندهم اهدى كتير ما عندهم شحور الرأس والتنطيط وكده اه يمكن لما بتشوفوا في التلفزيون ساعات بتلاقوا ناس بتسقف لكن دول غالبا بيبقوا من خلفية رسولية وخمسانية لكن المشيخيين مش بيعملوا كده عندهم اه موسيقى اه عندهم موسيقى لكن جوا العبادة هو احدى شوية ما عندهمش حاجة اسمها تكلم بقلسانة ولا اخراج الشياطين ولا الكلام ده لأنا ما كنتش باقمن به فهي مرحلة متوسطة بين الاتنين انا كنت مرتاحة جدا 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 في شكل العبادة في الكنيسة دي اه وطبعا من ساعة ما ابتديت انضم للكنيسة المشيخية وانا ابتديت اخذ معاهم دراسات طبعا واخدت مدرسة حجاي مدرسة حجاي دي مدرسة علامية هي اسرع موجودة في امريكا اللي كان بتعمل ارساليات في كل مكان اه فطبعا بيعملوا ارسالية في مصر وكل فترة بيدوا كورسات للخداء كورسات اللي عاوزين فانا وقتها اخذت ثلاث مستويات من مدرسة حجاي دي مدرسة مبتديت اعرف ادرسة في الكتاب المقدس من غاية ايمانكم خلاص النفوس يعني اقصر في الايمان يعني انت تخلص النفوس دي حاجة مهمة جدا فانا كان بالنسبالي دي حاجة مهمة جدا كنت بشوف الناس اللي حوالي سلام عليكم عليكم سلام عليكم حياك الله سيد مستشع الله خليه حك الله خليك الله الدكتورة فيه نموة ان انت فصل معه اوه بس انا ثوني بس انا صبت اعتيني دلوقتي حاجة نعم اعتيني دلوقتي انا وصل انا بنق الحاليا انا عامل يعني غرفة وبنق الحاليا اللي اخوة في الغرفة كمينة هوت بس لسه الجماعة مدخلوش لاني بتخلص اخر شوي يعني الام لسه وصل افضل يا دكتور كميل انا اسفل معروسة سوري مش عارفة اللي بيحصل لا لا عادي كميل يا دكتورة لا بس لو في عندك في البيت كزا حد فاتح نت يا ياريك يقفلو يعني او لو نت ضعيف ممكن تقفل الكاميرا عادي اوكي 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 انا اتكلم مش غريبا عندك ستنشار نت كويس وعندها نت وحش اوكي انا في المكتب مش غريب ادي انا في المكتب او عمد اوه في المكتب تخاين كش في البيت انا لاحظة دكتورة لو احنا بنعمل تول على النت ننزل لحد ما تخلصي بعدين نخلق بعد كده اه وقت المداخلات. لا ده ملوش علاقة بال خلص انا بس عارفة وصلت لحد فين او انتم سمعتوا لحد فين? كنت بتكلمة عنك. هو بدأ التعطيع من ساعة مخطي ثلاث مستوات مداز حجاي. حمايمة. هو حجاي. على فكرة او ما عايز اقول لك حاجة اغلبية المسخين باغلاطوا في نقط الاسم ده مع ان الاسم نابو اسم سفر عندهم يسموه حج. لا هو حجاي حتى لو ارنا. والله الوحيد اللي انا شفتها هنلاقي حجاي. هو النطق الصحة للاسم حجاي مش حجاي. فهي حتى المدرسة صحة مدرسة حجاي. حتى في الانجليش بيبقى واضح اكتر اسم السفر اسمه سفر حجاي. وبالعربي لما نبصة نلاقي حتى التشكيل بيقول ان هو حجاي يعني. المهم انا درست ثلاث مستويات من مدرسة حجاي. مدرسة كرازية قوي. هي هدفها الاساسي الاساسي للتبشير والكرازة. انا كنت بقول ان انا كان على قلبي قوي من وقت ما ابتديت حياتي في المسيحية ان انا ابتدي اكبر وافهم وقرأ في الكتاب المقدس. ابتديت حسة قوي ان انا هدفي ان انا اكرز وبشر لان ده تكليف لي. المسيح قال اذهبوا الى جميع الامم وتلمزوهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. فده كان بالنسبة لي تكليف من المسيح. حاجة تاني كانت بالنسبة لي هي تكليف. ايا شهيرة جدا موجودة عند اغلب البرتستان بتقول نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. فانا كان بالنسبة لي خلاص النفوس دي حاجة مهمة قوي. انا عايشة في مجتمع اسلامي وحواليا ناس كتير جدا مش مسيحيين ومش عايشين في النعمة طبعا اللي انا عايشة فيها. انا كنت حسة ان انا انا عايشة في نعمة. حسب نص الكتاب اللي بيقول النعمة التي انتم فيها مقيمون. انا مقيمة في النعمة. وطبعا هدفي ان كل الناس اللي انا شايفها حواليا دي تقيم زي في النعمة. يعني هدفي وامر وتكليف كتابي. فكنت دايما اجري وراء اي حاجة تكون فيها كرازة وتبشير. لاني انا حب ان انا ادخل في الاتجاه ده. فكانت البداية بعد الالف كورس درست ما درست حق جاي. وطبعا درست درسات مختلفة. انا درست علم نفس. ودرست مشورة. المشورة دي حاجة برضه مرتبطة بعلم النفس. ولكن حاجة اعلى سوية متقدمة اكتر. علم النفس دوت كان الهدف منه ان احنا نعرف الشخصيات المختلفة بنتعامل معها ازاي. يعني علم النفس ده سوية بيفيدني في اني اعرف اتعامل مع الشخص اللي قدامي. فدي كانت بداية لدراسة المشورة. انا كنت بحب قوي الجزئية بتاعت المشورة. درست مع حد من الدكاترة الكبار اللي ليهم اسامي معروفة دلوقتي حتى في الطب النفسي. هو اصلا خادم في الكنيسة. وبيدرس مشورة وعنده عيادة كبيرة طب نفسي يعني. فانا درست معي وقتها. درست معي دراسة مشورة. دراست المشورة ديت هي عبارة عن طب نفسي وفي نفس الوقت بيدي الجلسات زي اللايف كوتش كده. ان انت تقدر تعود مع الناس بتتواصل معاهم وتوصل معاهم لقرار في حياتهم في المواضيع المختلفة. انا مش يعني المشير ده مش حد بيعالج نفسيا. لكن هو حد بيقدر يبقى معيك ان انت تاخد قرار في حياتك في حاجة معينة انت بتستشيره فيها. فانا حبيت دراست المشورة دي ودرستها فعلا. اخدت تقريبا سنتين دراست مشورة. واخدت فيها شهادة وكنت بخدم في كنيستي في المشورة. حتى كنت عملت زي مكتب صغير كده كنيستي ما كانش فيها خدمة المشورة دي عملت مكتب صغير كده عشان خاطر. كانت تبقى بداية للمشورة في الكنيسة. فأثناء ما انا كنت بدرس انا كنت خدمة في الكنيسة وكنت قائد اجتماع. الاجتماعات في الكنيسة الانجلية بتبقى هي عبارة عن مجموعة خدمة بيبقى فيه قائد ومع مجموعة. المجموعة دي بترتب الاجتماعات. انا كنت قائد اجتماع السيدات في الكنيسة. اجتماع السيدات ده من اهم الاجتماعات الموجودة في الكنيسة لان يربحون بسيرة النساء. هم دايما عارفين وحسين ومقتنعين تماما ان الست ليها دور كبير قوي في البيت. وان هي اللي تقدر لما تكون ام صلحة وزوجة صلحة تقدر تجيب البيت كله للمسيح. فكان اجتماع السيدات ده من ضمن الاجتماعات المهتمين ديها جدا. انا كنت قائد الاجتماع ده. وفي نفس الوقت انا كنت بكمل دراسات وانا قائد الاجتماع. قعدت سنين طويلة بخدم في الاجتماع دوت وانا قائد لي. الاجتماع دوت كنا بنجيب لي ناس مختلفة تتكلم في مشاكل خاصة بسيدات وحاجات خاصة بالبيوت وكده. هو مش اجتماع وعظي قوي قد ما هو اجتماع خدمي يعني. الاجتماعات الفرعية دي بتبقى اجتماعات بتخدم فئات معينة. قعدت كذا سنة باخدم في الاجتماع ده وبعدين في الوقت ده انا كنت بدرس ابتديت دراسة اللهوت. انا كنت سفرت شوية برا. وبعدين انا ما كنتش عاوزة ادرس اللهوت في مصر لان كل طايفة هنا بتدرس لك اللهوت بتاعها يعني. فانا لما كنت برا اتعرفت على حد في جامعة هارفست وهو عرض علي دراسة اللهوت. فجامعة هارفست دي دراسة لا طائفية يعني اللي بيدرسوا فيها من مزاهب وتواف مختلفة بيدرسوا الكتاب المقدس وهدفهم الاساسي الكرازة. فطبعا دي حاجة بساطتني جدا لان انا ده كان هذا في اصلا. الكلية دي اسمها اكسبلول نيشن. دي لو عملنا عليها سيرش هنلاقيها موجودة. اكسبلول نيشن يعني تلمزوا الامم. والشعار بتاعها نحن نعد قادة للتأثير في بلادهم. يعني هم اصلا هدفهم ان القادة اللي هيتخرجوا دول يكونوا بيأثروا في البلد. فانا انضميت لي الكلية دي وقتها. دراست سمستر وانا برا وبعدين اضطرية ارجع مصر تاني. فكان بالنسبالي انا مش عارفة اروح اكمل. فتواصلت معاهم وهم ادوني اوفر كويس اوي وقتها عرض. وقالوا لي ان احنا ممكن نيجي نكمل الدراسة في مصر. لكن عندهم شرط ان انا اجب لهم مجموعة من الخدام المعتمدين في الكنيس ويكونوا بجواب مختوم من الكنيسة انه هو خادم. خادم لي سيقاله يعني. وعاوزين عدد ويقدروا وقتها ان هما يجوا يفتحوا فصل الدراسة في مصر. ده بالنسبالي طبعا كان حلم لان انا مش عارفة ارجع وان الدراسة دي كانت على قلبي جدا فساعتها عملت المستحيل وجمعت العدد. هما كانوا طالبين تلاتين شخص. دلوقتي الكلية دي موجودة في مصر قوي قوي. وتقريبا لها فرع في اغلق المحافظات اللي في مصر كمان. يعني كانت البداية انا اللي عملت تفرع هنا في مصر في القاهرة. وبعدين دلوقتي اعتقد موجود في المانيا وموجود في السيوت. موجود في اسكندرية. وموجود في اغلب الدول العربية دلوقتي. وموجود في اسبانيا وهولندا. يعني ليهم فروع كتير دلوقتي. فعملت فعلا كده وابتدوا ان هما يجوا. من السماستر التاني ابتدت الدراسة هنا في مصر. المنهج كان دراسة الكتاب المقدس بشكل مختلف. وده يمكن اللي نفعني دلوقتي ان هو دراسة مكسفة في الكتاب المقدس. مش على حسب طايفة ولكن على حسب الكتاب المقدس نفسه. فكان بيدرس لك نصوص الكتاب اللي بيدعم بعضيها. بمعنى ايه ان انا مرة اللي فاتت قلت ان في منها الرسايل بوليس. الانبياء الصغار. الانبياء الكبار. سفر الرؤية ده كان كان مادة لوحديها وانجيل يوحانا كان مادة لوحديها لان انا جيل اذا ادي كانت مادة برضو. يعني دراسة الدفاعيات بالنسبة لي كانت هي الاهم في دراسة اللهود. الدفاعيات انا درستها اربع سنين ورا بعضيها. ومن ضمن الحاجات المهمة اللي انا تعلمتها برضو في الدفاعيات ان النص اجيب له نص يدعمه. ده الكلام اللي انا كنت لسه بقوله من شوية. يعني ارد على الكتاب من الكتاب نفسه. يعني لما حد ييجي يقول لي لأ ده انتوا عندكم المسيحية بتقول كذا اقول له لأ انا عندي نص بيقول كذا. يجيب لي اي كلام اقول له مليش دعوة بالكلام اللي برا ولا بالتفسير ودي مدرستة اللي انا ماشي عليها حتى لحد دلوقتي. مليش دعوة باي حاجة انا عملوا للحاجات دي ولا ليا دعوة بالتفسير. انا ليا دعوة باللي موجود في الكتاب. واجب Further نص كتابي بيدعم كلامي. ده أنا فعني جدا دلوقتي ان انا دلوقتي حتى لو في نص انا بتكلم دايما بالنصوص. بتكلم من نصوص الكتاب. انا بعيدا عن المخطوطات وبعيدا عن 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 النقض النصي وبعيدا عن التفسير وبعيدا عن كل ده أنا بجيب نص يدعم كلامي دايما حتى دلوقتي فدرست الدفاعيات دي كانت من أهم الدراسات بالنسبالي لأن ديت كانت هي الأساس في الكرازة عندي والتبشير الكلية اللي أنا كنت بدرس فيها دي دي كانت بتعمل تدريبات عملية على الكرازة يعني التقييم السنوي النهائي بيبقى بناء على تحركات على أرض الواقع يعني لما يجي يقيموك أنت بتقدم ريبورت أنت عملت إيه السنة اللي فاتت أو الشهور اللي فاتت أو على حسب أنت تقدم ريبورت شهري ولا سنوي ولا كده كلمت كم حد الناس دي وصلت لفين كده يعني رحت قوافل، القوافل دي كانت يمكن أنا اتكلمت المرة اللي فاتت عن القوافل الطبية القوافل الطبية دي احنا كنا بننظمها نجيب دكاترة اللي هم الكبار المعروفين اللي ليهم أسامي اللي كشفاتهم بمبالغة وقدرها الناس مش بتبقى قادرة عليها قوي دول كنا بنجيبهم وكنا بنعلن عن يوم في الكنيسة أن اليوم الفلاني ده فيه كشف مجاني لكذا وكذا وكذا مثلا بطن عيون كده يعني فييجي الناس وطبعا ده مفتوح للجميع المسيحيين ومسلمين فكانوا بيجي لنا فعليان مسيحيين ومسلمين علشان يكشفهم والدكاترة فعلا كانت تكشف عليهم وكانوا كمان اللي مش قادر كانوا بيصرف لهم الدواء وبيدهولهم وبناءا عليه احنا كنا بنبتدي نتعامل معاهم من البوينت دي ان انا ابتدي اتصل اسأل ايه الأخبار عاملين ايه الدواء جايب نتيجة ولا لا اكده يعني ده كان بيبقى مدخل ونبتدي نروح نزورهم في البيوت وتبتدي الكروزة ويبتدي التبشير من البوينت ان احنا روحنا البيت طبعا بما انه هو حد جي الكنيسة ومدى يقش انه هو ييجي وجي وكشف وكده في قفلة طبية مجانية فاذا هو بيتعامل معنا براحته وبطبيعته اكتر فسهل عليه ان احنا كمان نروح نزوره فغالبا كنا بنروح وكنا بنروح نزورهم وطبعا كنا بنبتدي ناخد معنا حاجات عشان خطرهم هي انا مش عاوز اصور الموضوع ان هو زي ما الناس متصورة ساعات ان بيعملوا كده عشان خطر يخطفوا الناس من عندنا ويخدوهم لا لا ان الخدام دول كانوا فعلا بيروحوا عشان هم على قلبهم الناس دي تهتدي هما شايفين ان هما ماشيين في الصح فعاوزين الناس دي يتمشي صحة زيهم فكانوا بيبتدوا يسددوا لهم احتياجات وانا قلت المرة اللي فاتت من الكلمة الشهيرة اللي كانت دايما تتقلم دا انتو يعني والله كبتر خيركو يا جماعة دا انتو بتعملوا معي اللي المسلمين ما اعملوهش فبتبتدي من هنا اللي بيقول الكلمة دي بيبقى عنده قناعة ان هو يسمعنا خلاص يعني انا لو اتكلمت هيسمعني فببتدي اتكلم من البونت دي ان اصل انا الكتاب عندي بيقول كذا ونبتدي نفتح الكتاب ومرة على مرة فتحنا الكتاب مرة تانية صلينا بآيات من الكتاب اتعود ان هو يسمع آيات الكتاب عنده في البيت والموضوع بقى عادي دي نبزة يعني عن شكل الكروزة من القوافل الطبية اللي بتحصل وكان في قوافل تانية اسمعها قوافل تسديد احتياجات دي بتروح الكرة اللي في الصعيد غالبا أو في الريف لكن هي غالبا غالبا بتبقى في الصعيد الكرة اللي هي المعدمة وبياخدوا معاهم حاجات بقى للأطفال وللبيوت ودي بتبقى برضو ساعات الناس بتبقى أصلا مستنية القافلة أن هي تروح وبيبقوا عارفين مواعيدها وهي رايحة وبيبتدوا برضو يتعاملوا معا القوافل الطبية دي غالباً القوافل الاحتياجات دي في الغالب في الغالب بتبقى قوافل كرازية يعني ده بالنسبة 98% دي بتبقى قوافلة كرازية أصلا فالكلية اكسبلورنيشن دي كانت بتعمل على أرض الواقع حاجات كده لازم أنا أدي ريبورت أنا عملت إيه السنة دي وكم حد أنا تكلمت معي هما كان الفكرة بالنسبة لهم أنت مش أنت جبتي كم حد لأن احنا كنا في فترة الدراسة لكن اتكلمتي مع كم حد كم حد سمعت كم حد وصل له رسالة المسيح وكان عندهم جملة بتتقال إن احنا بنرمي البذرة والله هو اللي بينمي يعني إحنا هنقوله وربنا هيشتغل بقى معي فدي كانت البداية أنا أتكلم بس وبعد كده في مراحل متقدمة ابتدى الموضوع يوسع إن أنا أجيب ناس بقى أجيب ناس فعلاً بالمسيح خلصت دراسة اللهوت وابتديت عملت تمهيدي ماجستير وأخذت ماجستير وكل ده وأنا لسه برضو في الكنيسة وكنت خدامة برضو في اجتماع السيدات وانا في الوقت ده كنت ابتديت أن تمي للكلية تبع المجموعة اللي بتدرس فيها لأن أنا كنت من الطلاب المتميزين وكنت كنت كنت أتكلم للكلية تبع المجموعة اللي بتدرس فيها كل سنة باخد سهادة تقدير وباخد جوائز وكده لأن الموضوع كان على قلبي زي ما أنا كنت بقول وبعدين كنت بدرس مادة اسمها إنجيل يوحنّا المادة دي من ضمن المواد اللي هي المهمة في الدراسة لأن إنجيل يوحنّا ده هو الإنجيل اللي بيثبت ألوهية المسيح وهو يمكن من أكتر الأناجيل اللي فيه حاجات مختلفة طبعا يوحنّا يغرّد خارج السر دايما هو مع نفسه يعني حتى دلوقتي لما نيجي نبص على إنجيل يوحنّا ملاقيه يتكلم في حاجة بعيدا عنه وكتير جدا أنا بطلع ورطات للكتاب المقدس من إنجيل يوحنّا بورطهم فعلا في حاجات كتير إن شاء الله ده هنبقى في حلقات جاية هنبقى نعرضه فأنا كنت بدرّس مادة إنجيل يوحنّا وفي مرّة من المرّات أنا تسألت سؤال جاوبته خارج المعتقد شوية فوقتها هم راحوا موقفيني وقالوا لي ستوب خلاص إلا هيدرّس المادة دي الدكتور فلان وانتي كده خلاص كفاية كمّل يدراسه وخلاص ما كانش عجبهم يعني لأن أنا من بداية حياتي خالص كان عندي تساؤلات كتير مش هقول تساؤلات عشان نسيب المسيحية خالص إطلاقا أنا كنت مؤمنة بالمسيحية مليون في المية ولكن كان عندي بعض التساؤلات في الكتاب المقدس اللي ساعد بحسها مش منطقية فكنت كتير بسأل فيها فبناء على تساؤلاتي دي أنا كنت بجاوب الناس فما عجبهمش أسلوبي في الإجابات فوقفوني عشان ما ينفعش يعني أجاوب بحاجة عكس إيمانهم فكملت دراسة وأخدت الماجستير وقتها وكنت في الكنيسة أنا ما زلت في كنيستي بخدم في اجتماعي السيدات الفترة اللي جات بعد كده بقى كانت فترة فاصلة في حياتي جدا وأنا بخدم في اجتماعي السيدات أنا قلت أن أنا كنت أصلا بخدم مشهورة كمان فكان كتير تجيلي سيدات من الكنيسة عندها مشاكل في حياتها الزوجية طبعا إحنا عارفين مشاكل الكنيسة ومشاكل السيدات في قصة الأحوال الشخصية دي فكانوا يجولي يحكولي هي ظروفها إيه وحياتها عاملة إزاي مع زوجها والدنيا ملخبطة يعني يعني واحدة جوزها بيضربها وبيكويها بالنار وبيعمل مش عارفة إيه فالموضوع بالنسبة لي اللي هو طبعا هي وبعدين قعد أسمع منها وبعدين مش عارفة أقول لها إيه بصراحة واحدة تشوف الخيانة بعنيها وتيجي تقول لي طيب مش عارفة طب خلينا نصلي ما كانش بيبقى عندي إجابات منطقية ولا مقنعة خالص لكل الكلام اللي هم بيقولوا ده وكنت في كل مرة أقول لها طيب يعني أنا مش قادرة أقول لك اتحملي لأن أنا فعلا ما كنتش ببقى قادرة أقول لها اتحملي لكن خلينا نصلي مع بعض إن ربنا يديكي قدرة إن انت تتحملي الوضع ده أو يلاقلنا مخرج لأن أنا نفسي كنت حاسة يعني إزاي فكرة إن اتنين يرتبطوا ببعد حتى لو الاختيار غلط إن إحنا نفضل مكملين يعني يعني الموضوع ده بالنسبة لي كان يعني حاجة حاجة صعبة حقيقي وكنت بشوف أنا كنت عشت في فترة من حياتي كنت عايشها بر مصر وعشت في ألمانيا وقت فكنت بشوف الكنيس هناك بتجوز وبتطلق عادي يعني هما بره بيطلقوا على حسب قانون الدولة هما بيطلقوا الناس بتتطلق وتتجوز ما فيش مشكلة أنا عندي ناس في أمريكا حضرت أفرحهم الزواج التاني في الكنيسة فالموضوع عادي هما اللي احنا عندنا في مصر مع قدنها ليه فلما روحت كان في عندي واحدة صديقة مقربة مني جدا جدا ويعني كانت أكتر من أختي في الوقت ده كان عندها مشكلة فضيعة جدا مع زوجها وجدت حكيت لي واللي هو طب احنا مش عارفين نعمل ايه فبصراحة أنا قاعد أفكر معيها هو كان شخص يعني لا يعاشر حقيق يعني اللي زيه أو لازم تسيبه فكان الحل في الكتاب المقدس اللي مش قادرة تعيش مع زوجها بالشكل ده إن هي تنفصل ولكن إيه لتلبس غير متزوجة لأن هي مرات لتلبس غير متزوجة أو لترجع لزوجها يعني يا كده يا كده يا كده يا تعودي من غير جواز وبرضه تفضلوا متزوجين بس أنت منفصلة في مكان وهو في مكان يا إما ترجعي له تسكوتي فده ده اللي الكتاب بيقوله طبعا دي حاجة حاجة مميتة يعني فأنا قلت لها يعني بصي فكرة الاطلاق دي يعني أنا مش عارفة لكن أنا حاسة أنها فيها حاجة يعني المهمة روح نكلمنا مجلس الإدارة لأن هي وقتها قررت أنها تنفصل عنه بشكل مدني مدني يعني إيه يعني أن هي تروح المحكمة وترفع قضية عشان خطر تتطلب ففي المحكمة عشان خطر تعمل الخطوة دي قالوا لها لازم تبق أنت تثبت لنا أنت طايفة مختلفة غيره أنا مش عارفة أي في قصة القوانين ولكن ده اللي الطلب منها قد لنا شهادة أن أنت مخالفة لي في الطايفة هي فعلا كانت مخالفة لي في الطايفة فعلا هي كانت بروتستانت وهو كان أرثودوكس أنا كنت طبعا مفكرة الموضوع سهل جدا خلاص حلوة قوي لو هي دي القصة إحنا هنروح لمجلس الإدارة بتاع الكنيسة وهنطلب منهم ورقة أن أنت شهادة بتقول أن أنت من طايفة مختلفة عادي يعني فروحنا لمجلس الإدارة ولقيت حرب اللي هو ليه في إيه لا طبعا إحنا ما بنديش شهادات عشان الناس تتطلق بيها طيب ماشي ديونا شهادة أنها عضو في الكنيسة بس يعني إحنا مش بنقول لك هات شهادة اكتب فيها أنها عاوزة تتطلق أنت دينا شهادة تقول أنها عضو في الكنيسة أو لو هي هتستخدم الموضوع ده في طلاقة هما طبعا كان عارفين أن هي هتستخدمه في طلاقة لأن الكنيسة تقريبا كلها كانت تعرف حكايتها فرفضوا تماما إن دي يحصل فقلت لها طب بصي أنا طب ليه يا جماعة مش عاويتون تدوها لأ لأن الكتاب بيقول كذا وإن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان ولا طلق إلا العلة زينة والقصص اللي إحنا حافظينها دي كلها فقلت لهم يعني القصة من الكتاب مكتوب في كده آه طيب قلت لها بصي أنا هشوف لك حل في الموضوع ده لأن أنا مفتكرش أبدا إن يكون ربنا غرضه إن اتنين يرتبطوا ببعض وهم حتى حياتهم مع بعض بايزة ويفضلوا مكملين ليه؟ المسيح قال أنا جئت لي تكون لكم حياة ولي يكون لكم أفضل قال كده في إنجلي وحانا فالحياة والحياة الأفضل اللي وعدنا بها المسيح مش ممكن تكون بالشكل ده أنت ما فيش حياة وما فيش أفضل أنت ما فيش حياة أصلا فبناءا على كلمتين بتوع المسيح دول أكيد هلاقيلك مخرج في الكتاب أكيد يا إما التفسير غلط يا إما هم متكلمين في حاجة لازم يبقى في حاجة فأبتدت من هنا أعمل بحث في الكتاب المقدس عشان خاطر أطلع لها بحث لقصة الطلبة على الفكرة أنا عملت البحث ده فعليا وإن شاء الله في مرة هبقى أعريضه برضو عليهم أبتدت أبحث وأدور في الكتاب لكن أدور في الكتاب بقى في الوقت ده بشكل مختلف يعني إيه بشكل مختلف يعني أنا مش بدرس في الكتاب عشان أنا مصدقة اللي في الكتاب لا ده أنا عاوزة تفسير وآيات أنا مش عاوزة تفسير أنا عاوزة آيات بشكل معين أنا بعدت عن التفسير خالص لأن أنا اقتناعي أن هم مفسرين غلط أنا عاوزة آيات موجودة في الكتاب المقدس بتثبت أن فيه طلاق أكيد الترجمة غلط أكيد النقل غلط أكيد فيه حاجة غلط مش ممكن يكون الكلام ده صحيح وبناء عليه ابتدت زي ما بقول أدرس بشكل مختلف وأبحث في الترجمات المختلفة وبتدت من هنا تتفتح عيني على حاجات تانية غلط أنا اللي كنت بدرس الكتاب وأشوفه صحة مية في المية فوش كلام ابتديت أكتشف وان في رحلة البحث دي أن فيه آيات متنقدة مع بعض دي في حاجات متضافة في حاجات محزوفة في حاجات متشالة ومتقال كده على نينة متضافة لتدعيم فكرة له دي أنا ما كنتش شايفة الحاجات دي زمان ما كنتش واخدة بالي منها ما كنتش بركز فيها ما كانش فارق معايا طالما الموضوع عقائديا ماشي فأنا بالنسبة لي مفيش مشكلة لكن ابتديت في الوقت ده أحس إن لأ في مشكلة في آيات منقضة بعضيها أصلا يعني في آية بتتكلم بتقول حاجة وفي ترجمة تانية بتقول حاجة على سبيل المثال فأيوب بيقول أعين الله مرة بروحي ومرة بدون جسدي ومرة بجسدي فدول متنقضين تماني يعني أنا هقابل ربنا بعد كده بجسدي ولا بدون جسدي وحاجات مندي كتير يعني أنا وقتها ابتديت أحس إن لأ في حاجة مش صحة بقى طيب سبت على جنبي بقى خالص قصة البحث بتاع الطلاق ده اللي أنا أصلا ابتديت به وابتديت أبحث في الآيات والإعداد والإصححات اللي أنا شايفاها فيها تناقض بينها وبين بعضيها من داخل الترجمات نفسها وابتديت أعمل سيرش بقى في كل حتة وقتها أنا سفرت بره وقت كم شهر كده فروحت مكتبة في جامعة هارفست هي أصلا فيها كل ترجمات الكتاب المقدس الإنجليش حتى القديمة خالص وابتديت أعمل فيها سيرش برضو على الحاجات والبوينتس اللي أنا كنت شايفاها غلط ومتنقدة عاوز أشوفها من الترجمات القديمة شكلها عملت زي في حاجات كانت في كل ترجمة ألاقيها مختلفة عن التاني مختلفة بالمعنى لأن المسيحين عندهم حاجة مهمة قوي بتقول أن الوحي بالفكرة مش بالكلمة يعني ممكن تلاقي كلمة مختلفة في الترجمة دي عن الترجمة دي ولكن طالما الفكرة موحدة في الاتنين فهم بالنسبة لهم في شيء يعني ده ما بيضايقش المسيحين أنت تقول له ده أنت الترجمة الفلانية بتقول كذا والترجمة العلانية بتقول كذا يقول لك عادي المشكلة طالما الفكرة واحدة لكن أنا وقتها كانت الأفكار مختلفة وهو ده اللي لفت نظري ولقيت الأفكار مختلفة من ترجمة للتانية وممكن ترجمتين تلاتة كل ترجمة فيهم تقول حاجة تانية مختلفة ساعتها ابتديت أقف وقفة مع نفسي إزاي يعني يعني يا رب انت قلت ان الكتاب ده كتبه رجال الله القديسين وصوقين بالروح الكدس هو الروح الكدس بش عارف يحافظ على الكلام بفكرة موحدة ما احنا قلنا ان كل كاتب بيكتب بمفهومه هو ولكن الفكرة واحدة لأ ده أنا كده حتى الترجمات الفكرة مش واحدة ده الفكرة مختلفة من ترجمة للأخرى هنا بدأت أوقف وطلبت من الكنيسة ان انا اعمل ستوب شوية في الخدمة انا طبعا عملت لها وقتها البحث بتاع الطلاق واسبتت لهم ان ما فيش حاجة اسمها لا طلق الا لعلة الزنا مش موجودة اصلا ده نص مش موجود دي مقولة حتى الايات اللي هم بيستندوا فيها على الطلاق دي ليها ترجمة تانية مختلفة من داخل الترجمات نفسها وقدمت لهم البحث ده وطبعا اترفض ان هو حتى يتبص فيه وروحت قدمته في السنودس السنودس ده حاجة أعلى سوية من من مجلس الكنيسة واترفض تماما وقالوا لي ما تكلمش في الموضوع ده تاني انا وقتها ما كانش شغل بالي بقى فكرة الطلاق يا ستي قدي البحث اللي انت عاوزاهو وحارب انت مع الكنيسة انا عندي اتجاه تاني اكتشفته ومضيقني الكتاب ده افتدى يطلع لي فيه غلطات وانا الكتاب ده دستور حياتي يعني انا حياتي كلها قائمة في جوة الكتاب ده يعني قضيت عمري كله في الكتاب ده فالكتاب ده لما ابتدي اكتشف فيه حاجات غلط لا لازم اعمل وقت مش حاجات غلط هي اكتشف حاجات متنقضة بالنسبة لي وقتها انا ما كنتش اقدر اقول عليه حاجات غلط اصلا لان غلط ازاي دي عقدتي اللي انا بحبها كمان وسبت الخدمة سوية وقلت لهم انا ستوب برا الخدمة معلش حبة انا محتاجة اعمل بريك هما طبعا فكروني ان انا بعمل بريك عشان ان انا زعلان عشان خطر صاحبتي لكن ايه اكتشفوا بعد كده ان انا بعمل بريك عشان خاطر انا فعلا بعمل سيرش في الكتاب المقدس وان انا ببحث لاني بتدي تسأل خدام على حاجات هما مش عارفين يردوا عليها يا اصلا ما لهاش ردود طالما انا بتدي تسأل يبهي ما لهاش ردود على بكرة يعني فكنت ازنقهم في الكلام انا مش قصد ازنقهم خالص لكن انا كنت وقتها قصد ان انا فعلا عاوز اعرف انا عاوز الكتاب ده يرجع هو دستوري في الحياة يعني اوعى تقولولي ان فيه في الكتاب ده حاجة غلط فلما كنت تسأل وما فيش اجابة انا مش مدارس احد عشان يتقال لي اي كلام واسدقه لا انا حد دارس وحد دارس كويس جدا حد كنت بدرس كمان ففكرة انت تقول لي اي كلمتين عشان انا سدقهم لا مش يصدق اي كلام فابتديت اعتمد على نفسي وارجع تاني ادرس في الكتاب المقدس وكل ما ادرس اكتشف اخطاء واكتشف غلطات واكتشف اقتباسات خاطئة واكتشف كلام كلام غلط وتفسير مش صحة وكل ده كان بيحبطني اكتر زيادة ان انا يعني البحث اللي انا بيبحثه عشان خطر يسبتني ويرجعني لا ده البحث اللي انا بيبحثه ده ده بيرجعني الورا وبيبعدني اكتر فأخدت وقتها وقت كده بصلي واجاهد اللي هو يعني يا رب ايه ده اللي انا بكتشفه انا مش فهمة بقى الكتاب اللي انا حياتي كلها ده انا حافظه حافظه حاجات كتير جدا في الكتاب انا من صغري وانا عايشة جوا الكتاب ده انا كنت بقوم الصبح اخد وقت خلوة مع ربنا كده من ساعة ونص لساعتين اقرأ في الكتاب وصلي ورنم واعمل فاللي هو ببقيتش قادرة اعمل كده حاسيت ان في حاجة غلط وابتدت حياتي الروحية وقتها يحصل لها فطور على حسب ما انا شايفه وده كان تعبني جدا وكان بيقرقني طول الوقت اللي هو انا حاسة ان انا ابتديت ابعد عن علاقتي بربنا وفي حاجة غلط يعني وكل ما ابحث اكتر كل ما ابعد اكتر لحد ما جيت في وقت محدد وقلت لأ انا شايفة ان الكتاب فعلا فيه مشكلة فكده خلاص انا مش انا مصدقة انا في ربنا مصدقة ان فيه خالق مصدقة ان هو المسيطر والمهيمن على الكون ولكن الاديان دي خرافة وابتديت اتجه وقتها للفكر الربوبي اللي هو بيقول نفس الكلام ان فيه اله خالق ولكن الاديان خرافة وابتديت ادخل معيهم في الجربات بتاعتهم اعمل سرشة عن الجربات وانا كان عندي ناس اصلا اصحابي كانوا عايشين في امريكا وناس من المانيا وهم اصلا ده فكرهم اللي هما متربين عليه فابتديت اتجه معهم في الاتجاه ده وادخل الجربات بتاعتهم واشوفهم هما بيتكلموا ازاي وبيقولوا ايه وكده وابتديت اندمج معيهم في جو الربوبية وابعد عن جو الكنيسة هما وقتها عرفوا في الكنيسة ان انا اخدت اتجاه الربوبية فقال ومريم قال حدد ففي الكنيسة وقتها مجلس الادارة ووصلني كلامهم كده بالنص ما عليش يسبوها هي فترة وهترجع يعني هما عرفينا مش هارتاح في الالحاد خالص انا حد مؤمن من صوري ففكرة الالحاد دي هتبقى بعيدة عني وبالفعل قعدت حوالي سنة في الربوبية او اكتر من سنة شوية لكن انا مكنش مرتاحة فكرة ان انت ما يبقلكش عقيدة سابتة وعلاقة بربنا انا حد طول حياتي عندي علاقة بربنا وفجأة اتجه الاتجاه بيقول ان ربنا حط فينا الضمير عشان خاطر يعرفنا الخير والشر بعيدا عن العبادات بعيدا عن الاديان وما فيش حاجة اسمها عبادات وما فيش حاجة اسمها الصلاة فحستت جوايا في روحي ان في حاجة نقصاني انا مش مش نافع يعني مش نافع عيش الحياة دي وان انا افضل عيشة في جو الربوبية ده انا مش قادرة اكمل معاهم مش قادرة اصدق قوي افكارهم فجيت في يوم وقعت كده مع نفسي طيب ها وبعدين انا مش مرتاحة اعملي وقررت وقتها اني هارجع الكنيسة دي فيش ما فيش حل تاني يعني غير ان انا ارجع الكنيسة انا مش شايفة الاسلام صح اصلا كانش ما كانش في اختياراتي يعني حتى ما فكرتش فيه وقته يعني مش قلت مسلا اسيب الالحادة اروح ادور في الاسلام لا لا خالص لا ما اسبت الربوبية انا هارجع كنيستي وابتديت اتصل بهم طبعا هما كانوا متأكدين ان مريم راجع تاني ابتديت اتصل ان انا عاوزة ارجع بس خليني بعيد عن الخدمة برضو شوية انا بس هارجع الكنيسة وهحضر الاجتماعات وكده وابتديت فعليا ادخل الكنيسة مرة تانية بعد اكتر من سنة واربع شهور مثلا وكنت شوحتة كنت منقطعة تماما انا اللي كنت بروحها يوميا تقريبا اول يوم دخلت في الكنيسة وابتديت قعدت في وسطيهم وهما بيسبحوا وقت التسبيح في الاول وكده حسيت ان انا مش مكاني ده خالص ولا انا عارف اندمج معاهم زي الاول ولا انا عارف اسبح ولا انا عارف ارنم ولا انا عارف اعمل اللي هما بيعملوه ولا انا عارف ادخل في عمق العبادة زي ما كنت بعمل فكرة ان انا ادخل في عمق العبادة دي وان انا ابقى ابقى في الروح جوه العبادة لا انا مش عارف اعمل كده خالص وكأن في حاجز بيني وبين ربنا اللي هو كان الاول انا على العلاقة بي مباشرة يعني انا كنت باعد اتكلم مع ربنا انتوا ساعد تستغربوا المسيحين دي وليوا ربنا انت اه احنا كنا متربين على كده ان انا كنت بتتكلم مع ربنا لان هو الصديق الالصق من الاخ يعني هو بالنسبة لي هو صديقي فلما اتكلم معاك انت بتكلم معاك وانتهى الحرية فانا حتى مش عارفة اعمل كده حتى جوه الاجتماع وجوه الجو الروحي الفضيع اللي جوه الاجتماع لان الاجتماعات لو انتو عارفين بيبقى فيها جو روحي فضيع بس الموسيقى والتسبيح والحاجة بتدخلك في مود عبادة مش طبيعي فكون ان انا واقفة مش عارفة اصلا ادخل في مود العبادة ده يبقى فيه مشكلة فانا مش عارفة اصلي معاهم مش عارفة رنم معاهم مش عارفة ادخل معاهم فعمت العبادة دي مرة تانية وحاولت وحضرت اكتر من اجتماع طبعا فيه اجتماعات كتير كان من ضمن الاجتماعات المفضلة بالنسبة لي اللي هو يعني مجرد ما ادخله احس بروح الله يرف في المكان زي ما بيقوله اجتماع الصلاة اجتماع الصلاة والتسبيح ده كان فيه خدام بتبقى زي ما بيقوله مولعين المكان اللي هو من كتر الصلاة تحس ان انت هتصعد مع المسيح فاجتماع الصلاة ده انا كنت بحبه جدا وكان من ضمن الاجتماعات اللي كانت بتجذبني للكنيسة ففعليا حضرت اكتر من مرة في اجتماع الصلاة اللي انا كنت اصلا بحبه ده وبعدين فجأة لقيت نفسي انا مش عارفة حتى اندمج مع الصلاة مش عارفة اندمج مع التسبيح مش عارفة اندمج مع الترانيم مش عارفة اعمل معهم اي حاجة ولقيت نفسي وقفة في نفس مكاني طب وبعدين ما هو ده مش حل وانا مش مبسوطة من نفسي وانا حاسة اني برجع الورا وحياتي الروحية بقت وحشة وبقى كل تفكيري كل تفكيري في اني مش عارفة اصلي ومش عارفة ارنم ومش عارفة ادخل بكنيسة وقررت مرة تانية وقررت مرة تانية اني مش قادرة اكمل في الكنيسة هاخد طب بريك شوية وارجع ابحث تاني وابتديت ابحث تاني فعلا في الكتاب المقدس وابتديت وقتها كان عندي نسخة من كتاب اسمه استحالة تحريف الكتاب المقدس ده احنا كنا بنتكلم به مع الناس اللي احنا كنا بنكرز لي الكتاب ده كان مرجعي يعني كان مرجع بالنسبالي وفي مخطوطات انا مش هدف المخطوطات زي ما انا قلت قبل كده ولكن انا كنت يعني بتكلم مع الناس منه احيانا فطلعت الكتاب وابتديت اقرى فيه هو نسخة هو للاستيس مرقوس عزيز وقلت ابتدي تاني ابص في الكتاب ده يمكن يمكن الاقي حاجة ترجعني ومسكت الكتاب الكتاب دوت فيه جزئية بتقول ان الاسلام يشهد لصحة الكتاب المقدس قلت طيب تعالوا نشوف بقى اخوتنا المسلمين اللي عايشين حوالينا دول عندهم ايات بتثبت صحة الكتاب المقدس وانا عايشة دلوقتي مش عارفة ثبتها طيب تعالوا نسبة صحة الكتاب المقدس من عند المسلمين يوي ومسكت الجزئية دي اللي انا اصلا ما كنتش ايه ما كنتش بقرأها ابدا غير نادرا اللي هو اخد منها آية ولا بتاعشان خطر اقول للمسلمين طب ما انت عندك آية بتقول كذا مثلا يعني اني متوفيك ورافعك وَجَاعِ الَّذِينَ أَمَنُوا بِكَ فَوْقَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمُ الْقِيمَةِ مثلاً يعني فبص يا سيدي حتى الَّذِينَ أَمَنُوا بِكَ فَوْقَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمُ الْقِيمَةِ المتوفيكة هوا هيموت ورافعك هيدريل يعني حاجات زي كده مثلاً فما كنتش مهتمة قوي بالسكشن ده في الكتاب ولكن قلت طيب أشوف يمكن ده يرجعني وابتديت أمسك الكتاب مرة تانية وافتح الجزئية دي والمرة دي قررت أبحث مش بس هاخد الآية انه هو بيقول كذا في الكتاب فإذا ده كلام الصح لا أنا هبحث واشوف الكلام ده اللي هو بيقوله ده كلام فعلاً حقيقي ولا لا وابتديت أدخل في المواقع اللي بتفسر آيات القرآن ولقيت أول موقع يمكن صدفته وقتها كان موقع إسلام ويب فكنت أخذ الآية اللي هو كتبها زي مثلاً فيه هدى ونور عن الكتاب المقدس فيه هدى ونور طيب نشوف فيه هدى ونور ده عن الكتاب المقدس طيب تعالوا نشوف تفسير الآية دي إيه ألاقيها حاجة بعيدة خالص طيب نشوف آية تانية ألاقي مقتطع الآية ألاقي واخد جزء من الصياق ألاقي لا ده الصياق مش كده ألاقي النهائية واخد حتة من أول الآية وحتة من آخر الآية ولزقهم في بعض وعملهم آية لقيت يعني الكتاب متلخبط لخبطة فضيعة في الجزئية بتاعت الإسلام دي ولا الإسلام بيثبت صحة الكتاب المقدس ولا أي حاجة والسكشن الكبير اللي موجود في الكتاب ده ولا حاجة ولقيت أن الأسيس اللي كاتبه ده أنت بتهبت بقى كمان يعني يعني أنت كده معتمد أن ما فيش حد هيدور وراء وأن حتى لو المسلمين دوروا جمقلوا أنتوا بتتكلموا غلط هنقول أصلهم اتزنقوا فبيقولوا الكلام ده لكن الكتاب أصل زنقهم يعني لكن هو غالبا ما كانتش يعرف أن فيه حد من المسيحيين هيبتدي يدور وراء في البوينت دي وأنا لما دورت لقيت حد حقيقي عامل كتاب رد على الجزئية دي اسمه الكتاب المقدس في الميزان رد على الجزئية بتاعت أن الكتاب المقدس أن الإسلام يشهد لصحة الكتاب المقدس هو بيرد عليها فعلا يعني ولقيت ردوده منطقية ومن التفسير فعلا وكلما افتح تفسير من وراء ألاقي كلام وصح الرجل فإذا أنت ردت بالكامل على كل اللي مكتوب فيه فحتى أخواتنا المسلمين اللي أنا كنت معتمدة أن نلاقي كتابهم بيدافع عن الكتاب المقدس طلع ما بيدافعش فلاقيت أن لا خلاص ما فيش حل الكتاب المقدس ده طلع بقى غلط يعني فعليا بقى طلع الكتاب المقدس غلط أنا أحسن حاجة هعملها في حياتي أن أنا هرجع تاني للإلحاة أنا مش هفكر في أديان وبالنسبة لي أنا مش فارق معايا خالص الأديان فخلص أنا هعود كده ومصدقة إن في إله لكن أنا برضو مش هدخل الجربات بتاعت الربوبيين لأن أنا مش قادرة برضو أتأقلم معيهم فابتديت أعيش حياتي بقى من غير عقيدة خلص أنا مش مش هفكر في العقائد دي تاني خالص خالص ومصدق 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 هتبتدي مرحلة جديرة في حياتي شغلي وبيتي ومصدق لأي عقيدة خلص أنا مرتاحة كده وخلص ومش هفكر تاني في قصة الكتاب مقدس ولا غيره وما زال الإسلام بعيدا عني وبعيدا عن أفكاري ليه لأن أنا متربية حياتي بالكامل في وسط مسلمين لهم عرفوا يقنعوني يوم من الأيام بعقدتهم ولا حد فيهم عمرو تكلم معي بالعكس ده أنا اللي كنت بتكلم وأنا اللي كنت ببادر إن أنا أقدم لهم عقدي ولا عمر حد فيهم أقنعني بكلمة فكنت شايفة بلس إن أنا كنت متربية في كنيسة بيقولوا إن الإسلام غلط فالإسلام غلط بناء على حاجات كتير الصحابة دول مش عارفة إيه والرسول عليه الصلاة والسلام مش عارفة ماله وافتراءات كتير جدا جدا أنا كنت قرأتها وقرأت كتب من ضمن الكتب اللي أنا قرأتها كتاب اسمه قصة ونبي يمكن بعضكم يعرفوا الكتاب ده في فتراءات كتير جدا والكتاب بيحاول يثبت من الأحاديث إن ورق بن نوفل هو اللي قدم الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو كان بيعده إن هو يكون أسقف وهو أخذ اتجاه تاني خالص وإيه وقرر يدعي النبوة فده من ضمن الكتب اللي أنا قرأت فأنا كان خلاص الإسلام بالنسبالي بعيدا تماما عن مخيلتي تماما وقررت إن أنا هعيش حياتي خلاص للباقية كده وخلاص كنت مبسوطا أنا من ضمن الناس اللي باهتم قوي قوي بالعلوم والفيديوهات العلمية وكده بحب قوي الحاجات دي كتير قوي بعض أتفرج عليها كنت فأسناء ما أنا كنت قاعدة في مرة كنت بسمع فيديو للدكتور حسين موافي وكان بيتكلم فيه عن المرتفعات إن إحنا كل ما نطلع لفوق كل لما الضغط الجوي بيزيد وبنحس بحالة اختناء وبنحس إن إحنا مش عارفين نتنفس وكان بحث طويل كده وبعدين وقتها قال على فكرة الكلام ده مش جديد الكلام ده القرآن قاله من 1400 سنة لما قال إن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فقال إن يصعد في السماء كل ما بنطلع لفوق كل ما بيجعل صدره ضيقا حرجا فالكرآن قال الكلام ده فده حاجة مش جديدة علينا إحنا المسلمين ودي حاجة معروفة بالنسبة لنا يعني الكرآن قالها قبل كده أنا رحت موقفة الحتة دي وقتها وقلت إيه اللي هو بيقوله ده الكلام ده صح ولا ده بيهبد برضو زي اللي بيهبدو وبتديت أشوف الكلام ده صح ولا غلط رحت موقفة وقلت هعملي بحث وراء الرجل ده أنا بحترم جدا الدكتور حسام وافي على المستوى الشخصي ما كانش بيهمني قوي بقى أنت بتتكلم في الدين ولا لأ لكن هو كتير قوي من ضمن أبحاثه وهو بيتكلم يروح جايب لك حتى كده من الإسلام لكن أنا وقتها استوقفتني الجملة والآية وروحت مطلعة الآية ولقيتها قادي موجودة ده فعلا فعلا الآية موجودة طب يبقى هو مسبيهب طب تعالوا ندور بقى في البحث العلمي اللي هو قاله الكلام ده صح ولا هو بيقول كلامي يثبت به قرآنه فابتدت أطلع أبحاث علمية لدكتورة وبحثين أجانب مش مصريين من مختلف الجنسيات ومن مواقع كتير جدا وبتديت أبحث في موضوع الارتفاعات دوت والضغط الجوي وأن الواحد ما بيقدرش ياخد نفسه وأن هو ممكن يوصل لمرحلة الإغماء والكلام اللي هو قاله ده بتديت أعمل فيه سرش ولقيت إن الكلام صح أنا هنا وقفت اللي هو إيه ده 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 كلام فعلا صح يعني هو فعلا الكلام ده حقيقي يعني الكرآن قال كده من ربعمية سنة قال آية أختي إيمان ويحطيتها بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ديقا حرجا كأنما يصعد في السماء فقالت الكلام ده فعلا يعني هو فعلا القرآن قال كده طب ده ازاي بقى يعني ازاي يمكن صدفة وكانت بالنسبة لي يمكن صدفة فخلاص خلينا نوقف شوية وأنا برضو مكملة في حياتي زيما ولكن ابتدى الإسلام يرن فوداني ساعتها حسيت أني اللي يقدر يقول حاجة اتحققت دلوقتي اتحققوا منها دلوقتي قالها من 1400 سنة يبقى حد كان على علم ودراية بالحاجات دي وابتديت من وقتها اهتم شوية بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن أنا زي ما قلت لكم أنا بحب قوي فكرة الإعجاز العلمي الحاجات العلمية فاتجهت الإعجاز العلمي في القرآن وابتديت أعمل سرش في كل الحاجات اللي هي بتاعت الإعجاز العلمي في القرآن وأمسك واحدة واحدة فيهم آه طبعا أنا ما عملت السرش في الكل حقيقي لكن أنا مسكت أكتر من حاجة وابتديت أدور فيها ولما كنت بدور كنت بدور من مواقع حيادية تماما أنا ما كنتش بدور من مواقع عربية ولا مواقع فيها مسلمين ولا مواقع خالص ولا مواقع فيها مسيحيين يرفضوا الكلام لأن في مواقع بترفض الكلام لمجرد أن الإسلام قير ولكن كنت ببحث عن أبحاث علمية عالمية بعيدا عن الأديان تماما وفي كل مرة كان بيتأكد لي إن كلام القرآن صحيح في الوقت ده كانت بنتي كبيرة برضو كانت في مرة سمعت معلومة وجات سألتني فيها برضو حاجة علمية كده وقالت لي ها هو فعلا القرآن قال الكلام ده فقلت لها أهو كنت أنا عاملة سرش عنها وقتها قلت لها أهو فعلا قال الكلام ده فقالت ليه طيب ازاي أنا ساعتها سكت شوية كده يمكن دقيقة وبعد كده قلت لها احتمال يكون وحي هيا نفسها استغربت من إجابتي وأنا نفسي استغربت إن أنا أقول وحي على الكلام ده لأن أنا مش عندي أي تفسير منطقي للكلام ده غير إنه يكون وحي ما هو أصلي هيتقال إزاي من 1400 سنة هيتقال إزاي وبتديت من هنا أبحث في الإسلام طيب تعالوا نعرف مع بعض إيه هو الإسلام من المسلمين بقى مش من المسيحيين يعني أنا عاوز أعرف الإسلام من عند المسلمين هما بيقولوا عليه تعالوا نعرف سرة الرسول عليه الصلاة والسلام من عند المسلمين مش اللي بيلفقوها المسيحيين تعالوا نعرف الصحابة مين هما من عند المسلمين مش من عند المسيحيين أنا عندي واحدة صحبتي هي مسلمة عند صدقتي أختي كمان ولكن هي من المسلمين اللي هم بعيداً شوية عن الدين وعن العبادات مش بعيدة عن الدين لكن هي بعيدة عن العبادات نادراً ما كنت أشوفها تصلي يمكن ما كنتش بشوفها تصلي كمان وهي عندها حد فعليتها شيخ أزهاري ووقتها أنا فجأتها وقلت لها أنا ببحث في الإسلام هي تخضت حقيقي وقالت لي ليه بتعملي كده لا 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 ما تبحثيش في الإسلام أنت كده تمام وانت ليه بتعملي كده أنت عاوزت تجيبي لنفسك مشاكل وكانت بترجعني الورا أن أنا ما عملش كده هي كانت خايفة علي طبعاً وقتها لأن هي عارفة إيه اللي ممكن يحصل ولكن أنا كنت مصرة وقلت لها يعني خليني أكلم قريبك عشان أعرف أبتدي مني ما أنا الوحدي ومش عارفة أبتدي مني فقالت لي لأ ووقتها رفضت تماماً أن أنا أتواصل معي فأنا بتريت أتجه للفيسبوك بقى أو للمواقع الدعوة اللي موجودة على السوشيال ميديا وللأسف للأسف كانت أسوأ تجربة حصلت معي أن أنا بتريت أتجه لمواقع الفيسبوك ليه؟ لأن أنا ما لقيتش دعوة على الفيسبوك خالص لقيت ناس بتشتم، لقيت ناس بتسب، لقيت ناس بتتكلم غلط لقيت ناس عندها معلومات ومفاهيم مغلوطة تماماً عن المسيحية وبيتكلموا فيها وكمان بينقشوا بالمفاهيم المغلوطة دي ولما تيجي ترد عليه اشتموك واصل انت مش عارفة إيه ويا مرشومة وحاجات يعني أنا شفت أهوال فقررت أن أنا مش هدخل، مش هتكلم في جربات، مش هسأل حد فيها لأنهم كلهم بالنسبة لي كانوا كل واحد متعصب لفكره ومتعصب لرأيه ويا إما يقنعني، يا إما خلاص يجتمني فقررت لأ أمش هكمل لقيت حد هو من الناس السوبرستار بالنسبة للمسلمين عنده قناة يوتيوب كبيرة وبيقدم دعوة وكده وقتها قررت أن أنا أتواصل معاه لأن أنا عاوز حد يرشيدني أعمل إيه فتواصلت معاه فعلاً وتواصلت معاه بالأكاونت بتاعي العادي المسيحي أنا ما عملتش أكاونت فيك ولا أي حاجة تواصلت معاه بالأكاونت بتاعي قلت له أنا فلانة وأنا كنت خادمة في الكنيسة لحد من قريب وأنا الأمور كذا كذا وعاوزك بس تساعدني في موضوع الإسلام فقالت فضلي قلت له أنا بس عاوزة أسأل سؤال إيه اللي قدموا الإسلام جديد للبشرية يعني إيه اللي قدمه لنا جديد يخليني أبتدي أبحث فيه وقتها هو قال لي على كتاب غالباً اسمه دليل النبوة كتاب كبير قوي وكتاب لغته صعبة جداً اقرأي الكتاب دا وهتلاقي في الإجابة فالكتاب كبير وبالنسبالي أنا أنا مش درسة لغة عربية كويس فاللغة العربية الفصحى قوي دي بالنسبالي صعبة في فهمها ولكن مسكت الكتاب قريته زي ما هو ما قال وملاقيتش الإجابة فرحت رجعي له ثاني بعديها بعد وقت لأن أنا أخدت وقت في قراءة الكتاب فقلت له أنا ما لقيتش الإجابة أنا سؤالي بسيط جداً إيه اللي قدمه الإسلام جديد للبشرية ففتح وقرأ السؤال وما جاوبنيش ومن ساعتها طبعاً ما جاوبنيش حسنت بقى أن وقتها ابتدى إبليسي اتدخل ويقول لي يا سبتي هو أصلاً ما عندوش إجابة الإسلام ما قدمش حاجة جديدة للبشرية زي وزي كل العقائد الغلط أنت يعني رايحة تسأليه آه يا إيه يا بدلاقين لأنه لو وصح أنت رايحة تسأليه قدم إيه جديد هو لو عنده إجابة كان جاوب هو حد سوبر ستار فالمفروض يجاوبني هو بيقدم دعوة فهدفه أن اللي زي يهتدي لجي نكونوا أنه مهتمش حتى يجاوبني على السؤال فخلاص يبقى فعلاً ما عندوش كلام يتقال يعني فساعتها أنا سكت وبعدين مش قادرة أبطل أن أنا أبحث في الإسلام أنا قلبي من جوايا بيقول لي أن السكة دي صح رغم أن أنا كنت رفضة طبعاً ورجعت تاني أزلني على صاحبتي أني طب لو سمحت خليني أكلمه بليز من فضلك أنا فعلاً محتاج أن أتكلم معاه وفي الآخر وفقت حقيقي وخلتني أتكلم معاه فابتدى هو يوجهني ويقول لي اقرأي كتب السيرة إقرأي سيرة الصحابة إقرأي كذا وكذا وابتدى يوجهني لكتب معينة عشان خطر أبتدي أعرف منها وابتديت فعلاً أناية تتفتح على حاجات جديدة خالص لما ابتديت أخذ ودي معاه في الكلام وابتدى هو إيه يقول لي أعمل إيه يعني الموضوع محتاج توجيه على فكرة دايماً محتاج توجيه الشخص الواحده بيبقى صعب أو يتحرك في البوينت الإسلامية إن هو يروح فين يعني فابتدى فعلاً هو يوجهني وابتديت أنا أقرأ الكتب دي وكان عندي شغل فضيع أن أنا أعرف إيه هو الإسلام ويتكلم عن إيه وعاوز أعرف الصح الإسلام الصح هو فين وهو إيه غير اللي أنا سمعته طول حياتي وبالفعل بعد دراسة طويلة في الجانب الإسلامي أنا من جوايا قلبي وقتها كان بيقول لي أنت مشي صح لكن عقلي رافض للفكرة تماماً كنت دايماً أقول لي نفسي أنت هتدخلي نفسك في مشاكل مشاكل ملهاش أول من آخر اللي هو يعني أنا عايشة في بيت كويس أنا عندي بريستيز وعندي عيلة وعندي يعني إزاي بقى إزاي ده كله واسيبه فكان عقلي رافض كرة تماماً يا ستي عيشة زي ما أنت كده لكن أنا كنت مرتاحة أن أنا لاتجاه أن أنا أكمل في البحث في الإسلام وفي الاتجاه الإسلامي لحد مجيت في يوم وقعدت أكلم ربنا وأقول له طيب أنا فعلاً تعدت يعني أنا عاملة زي شعب إسرائيل اللي خرج من أرض مصر وتاه في البرية لأنا وصلت أرض الموعد ولأنا فضلت في أرض مصر زي ما يعني لأنا فضلت في المسيحية ولأنا وصلت إلى حي التغير وفضلت أكلم مع ربنا في اليوم ده كتير وأقول له زي ما كنت أكلمه طبعاً وأنا مسيحية كنت أخذ على الأسلوب ده وأقول له لازم ترشدني لازم تقول لي أعمل إيه أنا عايشة في في وضع صعب نفسياً مش عارفة تحمل فيا رب يعني لازم تعرفني أتجه فين يا تقول لي خليكي في المسيحية يتقول لي أتجه للإسلام لكن لكن الحتة اللي أنا وقفة فيها في النص دي دي صعبة صعبة على أي حد خطوة صعبة جداً أنا أنا مش قادرة أقول لكم في الوقت دوت كانت حياتي عاملة إزاي وكانت نفسيتي عاملة إزاي ومش عارفة عيش حياتي طبيعية من كتر ما أنا مش عارفة أخذ قرار الموضوع العقائدي ده من أصعب المواضيع اللي ممكن في حياتك تخدها تبقى عيش حياتك بالكامل في عقيدة وتيجي فجأة تكتشف إن هي غلط دي حاجة قاتلة قاتلة حقيقي يعني أنا في اليوم دوت جات لي زي رؤية كده ومن الرؤية دي أنا وقتها تأكدت إن ربنا بيقول لي طب روح هنا حياتي الإسلام يعني أنا مش هحكي الرؤية بالضبط لكن هقول إن أنا كنت موجود في وسط المسيحيين وإيه في حد فيهم وأنا بقول له أنا هعمل زيهم قال لي ما تعمليوش زيهم لإنك مش زيهم فلما بعدها قمت قلت له لا يا رب الكلام مش واضح يعني أنا برضو بالنسبة لي الأمر مش واضح يعني أنت عاوز نعمل إيه وأخدت لي وقت برضو كده بصلي وبجاهد وعاوز إشارة واضحة من ربنا فجيت جالي رؤية مرة تانية وساعتها الرؤية دي كانت أوضح بقى بكتير إن السلبان اللي في حياتي كلها اختفت أنا برضو بس أحكي الرؤية بالتفصيل ولكن اللي أنا هقوله إن أنا كنت ببص على سلبان موجودة حوالي في حياتي وفي بيتي وحتى في هدومي وبتدت السلبان تختفي مرة واحدة واحد وراء تاني وفي الآخر سمعت أزان الفجر في الحقيقة مش في حلم سمعت الفجر بيأزن في الوقت ده بعد ما السلبان اختفت كلها من الوجود اللي حوالي في الرؤية وساعت أنا قمت وحسيت بارتاح نفسي فاضيع إن أنا أنا عاوزة أبقى مسلمة خلاص الموضوع بالنسبالي ما فوش كلام تاني طب وعيلتك خلاص مش عارفة فكر بقى لكن أنا خلاص من جواي أنا عاوزة أبقى مسلمة ما ينفعش أكمل كتابة واتصلت سعيتها بصحبتي وقلت لها أنا عاوزة أبقى مسلمة اتهيت خضت جدا جدا وقالتلي لأ لأ أنا مش عاوزة تعملي كده أنت هتتحربي كتير أنت هيحصل معيك أنت مش عارفة إيه مش بعيد يقتلوكي وحاجات كده قلت لها مش مهمة بس أنا فعلا خلاص أنا خدت القرار من جواية وكنت سعيتها ابتدت أشوف على اليوتيوب فيديوهات للغضوء والصلاة وكان من جواي قوي حب فكرة أن أنا أقف أتوضى وصلي يعني دي بالنسبالي أنا عاوزة أجرب ده أنا عاوزة أجرب ده أنا عاوزة أجرب الوضع ده فعلا وسعيتها دخلت أنا وهي وأقربها في مكالمة وقلت له أنا عاوزة أجرب أجرب هو طبعا كان متابعني من وقت وبعدين قال لي أنت متأكدة قلت له جدا قال لي عارفة اللي ممكن يحصل قلت له طبعا عارفة قال لي ممكن تتراجعي في وقت قلت له مستحيل قال لي مهما حصل قلت له مهما حصل قال لي طيب أنت مستعدة دلوقتي قلت له أنا مستعدة دلوقتي قال لي قولي ورايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى بن مريم نبي الله أنا قلت كلام ده وقتها أنا ما بسترجع الأحداث بالنسبالي وكأيني عايشها دلوقتي بعد ما قلت وراه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى بن مريم نبي الله أنا محسيتش بأي حاجة حوالي ولا أني فتحة مكلمة ولا أني بكلم حد وكنت سجدت وقتها على الأرض وأعدت عيط بشكل أنا مش قادرة أتصور أنا ليه بعيط كده ولكن حسيت من جوايا كأن أصوات العالم كلها سجدت فجأة يعني لما يبقى حواليك دوشة قوي 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 وفجأة تحط حاجة في ودانك وما تبقاش سامعة أنا ده اللي حصل معي وكأن كل الأصوات الدوشة اللي حوالي سجتت ما بقتش سامعة أي حاجة خالص أنا بس سجدة على الأرض وبعيض خدت وقت قد إيه أنا مش عارفة حقيقي مش عارفة كان الوقت قد إيه وقتها ولكن أنا انتبهت على صوت التليفون مرة تانية وهو بيرن وبيقول لي مبروك عليك الإسلام ادعيلي ادعيلي بالجنة وقتها أنا دعيت له وقلت دعاء وراء اللي هو طلب إن أنا أقوله له إن ربنا يرزقه الجنة قال لي يلا بقى عشان إحنا إيه نبتدي نصلي ركعتين شكر وقال لي على أهعمل إيه وهتوضي إزاي وتعالي وصلي فأنت بتاع قلت له أنا عارفة وأنا شفت ده من اليوتيوب وكانت بالنسبة لي كنا كان في وقت صلات العيشة تقريباً وكانت بالنسبة لي أول صلة في حياتي وكنا في شهر 12 مش أقدر أنسى اليوم ده ولا أنسى التاريخ وعاوز أقول لكم إن أنا من بداية ما دخلت وأنا بتوضي وأنا أشعر بالخشوع أنا أشعر في عالم تاني وفي مكان تاني ومش دي عمق العبادة اللي أنا كنت بدخلها زمان لا 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 دي حاجة يا خالص دي بجد عمق العبادة وابتدت أحس بروح تانية خالص طبعاً ما كنتش عن تسجده وقتها لكن اللي هو فرشت حاجة نضيفه على الأرض عشان أصلي وقعدت وصليت ركعتين فعلياً أنا وقتها ما كنتش بعرف قوي مش حافظة طبعاً التشهد وكده وقال لي أنت ممكن تمسكي الموبايل وتقرأي منه لأن أنا في حاجات ما كنتش حافظها حتى الصور الصغيرة ما كنتش حافظها فكنت بمسك الموبايل عشان أقرأ منه وقعدت فترة بعمل كده فعلياً لحد ما حافظت الحمد لله وكانت أول صالة بالنسبالي وعاوزة تاني عاوزة أكمل عاوزة أصلي أنا مبسوطة حسيت أن أنا في جو ثاني وفي روح ثانية وفي حياة ثانية حياة تغيرت من وقتها آه طبعاً أنا قابلت حاجات كتير جداً وأخطار وأهوال من بعد ما تعرف قصة الإسلام بتاعتي حتى فترة أنا مسلمة في السر طبعاً عشان بيتي وعشان ولادي أنا كنت قاعدة مع ولادي ولادي بس باباهم كان متوفي فهما أنا قاعدة مع ولادي بس الحمد لله وقتها يعني ما كانش عندي المشاكل الأسرية عشان في ناس كانت بتدعي أن أنا كان عندي مشاكل إطلاقاً خالص ولا مشاكل أسرية ولا مشاكل مادية ولا أي مشاكل في الكون كانت تخليني أسب عقدتي خالص فأنا كنت قدام ولادي طبعاً أنا ما زالت لسا مسيحية وأنا عايشة وسط أهلي أنا أعدف في مكان في أهلي كلنا نسكنين جنب بعضينا في نفس المكان فبشوفهم باستمرار فأنا عايشت مسلمة ولكن في السر وكنت بصلي على قد ما أقدر حتى لما سألت ممكن تجمعي صلاتين مع بعض ممكن تجمعي أكتر من صلة مع بعض وطبعاً في رمضان كان أول رمضان لي وقتها وكنت مقررة أن أنا سوم أنا موضوع الصيامات بالنسبة لي ما كانش صعب لأن أنا وأنا في المسيحية كنت بصوم نفس الصيامات الإسلامية بالضبط أنا كنتش بصوم بزيت زي الأرس زوكس وكده لأ خالص الصيام عند البرتستان ثم بيصومه من 12 بالليل لحد تاني يوم الساعة 3 أو 4 العصر وبعد كده بيفطروا عادي زي المسلمين بالضبط وصيام انقطاعي تماماً بدون أكل ولا شربة فأنا كنت متعودة جداً على الصيام ده فصيام رمضان ما تعبنيش خالص بالعكس كنت حاسة بجو روحاني فضيع ولكن كان دايماً يقرقني أن أنا مش عارفة عيش حياتي طبعية حتى وقتها قلت أنا أقصى طموحي أن يبقى عندي مصحف في البيت أنا مش عاوزة بس أقرأ الكرآن من الموبايل نفسي أمسك مصحف في إيدي وأقرأ الكرآن كان عندي من جوايا كان نفسي يبقى عندي سجادة الصلاة يعني أنتو عايشين في نعمة حقيقي حقيقي أنتو عايشين في نعمة النعمة دي أنا حستها لما عشت فترة في السر وما كنتش عارفة أعمل إيه حسيت قد إيه هنتو عايشين في نعمة وفي ناس مش بتستغلة يعني أن أنت تروح تصلي دي نعمة بالنسبة لي دي كانت يعني حاجة طموح بالنسبة لي وحلم أن أنا أصلي عادي قدام أفرش سجادة أصلي دا كان حلم أن أنا أقرأ في الكرآن قدام الناس دا كان حلم أبسط الحاجات اللي موجودة عند المسلمين العادية اللي هم بساعات حتى مش بيعملوها دي كانت حلم بالنسبة لي وقعدت فترة كده قعدت فترة أنا بصلي في السر وبصوم في السر وبقرأ الكرآن في السر وكل حياتي في السر لحد متعرفت حكاية إسلامي ودخلت في مشاكل أنا مش هحكي المشاكل ولكن أنا هكتفي لحد هنا أن ربنا أنا عملية بالإسلام والحمد لله كانت رحلة طويلة أخذت مني سنين يمكن أخذت في دراسة الكتاب المقدس مرة تانية مش أقل من ثلاث سنين عشان خاطر أحاول أقنع نفسي بالكتاب المقدس تاني وأخذت في رحلة بحثي في الإسلام ما يقارب السنتين فالموضوع بالنسبة لي ما كانش سهل ولا كان هو يوم وليلة وخلصت الحكاية لذا كان سنين اللي أنا حكيته دلوقتي في ساعة وشوية ده ده كان وقت سنين أنا درست فيها لو حكيت كل تفصيلة فيها هناخد وقت طويل جدا ولكن أنا بذكر ربنا جدا جدا أنه هو هداني للإسلام وأنا بقول أنه هو ربنا معلش سمحوني لو بتكلم بشكل يكون في إكسبريشنز مسيحية أنا لسه بتضرب قوي على أني أتكلم بشكل إسلامي مية في المية لكن أنا بقول أن ربنا كان شايف قلبي وكان حاسس بي وكان عارف أن أنا طول حياتي عاوز أرضي وأن أنا عاوز أمشي في طريق ربنا وأن أنا عاوز أمشي صحة وأن أنا عاوز أهدي الناس للحق فهداني فدايما نقول أن الله فعلا ينظر إلى القلوب فهو كان شايف قلبي عملت دايعسا كده ربنا هداني للإسلام والحمد لله أنا بذكركم أن أنتم كنت موجودين وبتسمعوا معايا قصة إسلامي النهاردة ولو في حد عنده سؤال تفضل يعني ممكن يا باش ما عنده سرد رحمة ولا طلعنا مين أعوز أطلع على سترين هم أبو عمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا الحقيقة احنا مستمتعين جدا باللي بتحكيه وانا الحقيقة كنت عايزة استمع كتر حقيقة ربنا يبارك فيك ويحفظك انا ببارك برضو لأخونا اللي هو موجود معانا النهاردة ربنا يسبتك ويعينك وانا بوصلني الاسم عن طريق حبيبنا المتر هاد الله يبارك فيه ربنا يسبتك يا ابني ويعينك يا رب الله حسنا انا عندي بعض الى ازاء زنتيلي يعني اول حاجة طبعا انا مسجل بعض النقط كده عندي اولا حتة النظام العلاج اللي هم بيعملوه ده النظام ده يعني حاضر يا دكتور امادو فيه سؤال من الغرفة لدكتور امادو هنيديك الفرصة لدكتور امادو حاضر الموضوع ده مش لله يعني انا شايف ان الموضوع ده يصد بيعملوه تنصير اه اه بس لله هو التنصير بالنسبة لهم لله اه يعني اه بالنسبة لحاضرك ده مش لله لكن هم بالنسبة لهم لله مؤمنين كعقيدة يعني بالضبط لكن الغرض ان هو عملية تنصير مش عملية ان هو يبتدي يدخل بيتك ويكلمك ويكرز لك ويقدم لك عقدته اه طيب ما هو المشكلة دلوقت حاجة بقلت ايه اه انا فتحت الكتاب اكتر من مرة مع الاخوات اللي كنت بتنقشيهم اخوة واخوات تمام طيب يا استاذة يعني ما عصلش انك وانت بتفتح الكتاب لقيت شيء موسيقى عليكم ورحمة الله بدون توضيح يعني طيب بص اكاونت رحيل يوسف لو حد عبد الرحمن رحيل يوسف بس ما استخدمش استريم قبل كده طبعا حد حبيبنا جدا وحد مهتدي عم يوسف ربنا سبطه على دين الحق اه احنا بنبارك لك على اسلامك اخوتك برضو هباركول لك على اسلامك وباذن الله لما ربنا يفرجها هتكون معنا في يوم من الايام وانا واسف ان عندك تجربة قوية جدا لا تطلع عن تجربة الدكتورة اكيد اكيد لو حبيت تطلع معنا هتستخدم لو هتها بتستخدم الاستريم مش عارف تستخدمه عشان ما تدخدوش قبل كده بحلقة تانية بإذن الله طيب طيب لاحزة لو فيه خطور عليها متر مبلاشي اه اه اللي رجل لسه هو مش عاول وهو عارف ظروفه اكتر مننا يبقى بلاشي بس انت تعرف ان كنت وصد اخوتك المسلمين وكلهم بيبركولك واحنا اسأل الله لانا ولاكم استبتة اليوم الدين وانا يجمعنا في الجنة بإذن الله انا حبيتها برجلك بس انت اختصرت حاجات كتيرة القصة اختصرت حاجات كتيرة والله كان طريق شك وطول اختصرت حاجات يا لك انا بس عاوز اجاوب على عم ابو عماد في قصة ان انا لما كنت بفتح الكتاب المقدس كنت بلاقي في حاجات موسيقى لا اطبعا انا عارفة حضرتك تقصد ايه وتقصد سفر نشيد الانشات تقصد حسقيال تقصد الاعداد والاصحاحات اللي بتتكلم يمكن في احاقات شكلها جنسية شوية ولكن ده بالنسبة للمسيحيين ده حاجة عادية جدا مش عادية لانها احاقات جنسية ولكن لا هم عندهم تفسير للمواضيع دي كلها انت بالنسبة لهم لما بتقول ان دي موسيقى بالنسبة لهم انت بتفكرها انت تفكيرك هو اللي بيقودك لكده لكن هم بالنسبة لهم عادي عادي لما يتعلق بص بص عشان انا بس اخر حاجة في الحلقة عشان ترجع بقى لسئلة الناس عشان طبعا انت عارفة السنة اللي فات قابلت سخفات وقابلت كرازالات يعني فيه ناس اتكلمت دي بروتستانت وفيه صليب على ادية ووري انكرا الصليب واي حكاية الصليب وكده وليه واضحة جماعة ظهر ولا لا عشان انا فوقع لسئة لا انت اه حط لا هاتي هاتي لا قرر واضحة ايه بقى حكاية بروتستانت رشمت صليب اه اوكي انا هحكي القصة دي انا كنت في عشان اشان دي كل وقع يتهم اه حداشر حداشر 2011 ده كان يوم الصلاة العالمي وده كان يوم كبير جدا على مستوى العالم طوايف مختلفة كانت مجتمع بتصلي في اليوم ده اللي هو 11-11-2011 وكانت وقتها الكنيسة في مصر الكنيسة البرتستانت مقررة ان هي هتشترك في يوم الصلاة العالمي ده وكانوا مرتبين ان هيتعمل اليوم دوت في بيت الوادي ولكن على اخر وقت عملوا اتفاقية مع الكنيسة الارثوكسية ان هم يعملوا في درسة معانا الخرز وقتها المكان في قلب القاهرة لانه في المؤطن فهيبقى سهلة على الناس ان هي تتحرك وتروح مش محتاجين بسط توديهم وبالنسبة للمكان فهو مكان واسع جدا والمكان هناك بيستوع بألاف فبدل ما نروح نعمله في ودي النطرون لأ هنعمله في وسط القاهرة فكان بالنسبة للبرتستانت دي حاجة كويسة ان احنا نلاقي مكان في وسط القاهرة الناس تتحرك له بسهولة وابتدينا في المصر اليوم على الاساس ده وجينا بعد ما الناس اتحركت وابتدوا يتجهوا للدير ويعودوا ويتزبطوا في اماكنهم ابتدينا نلاقي ان الكنيسة الارثوكسية قالت اخدوا قرار من البابا شنودة وقتها ان ممنوع حد يطلع على منبر الكنيسة الارثوكسية غير ارثوكسية اذا اليوم باز وكان خلاص اليوم الترتب وده يوم الصلاة العالمي اللي على مستوى العالم فوقتها قرروا الخدام بتوع قصر الدبارة ومنهم طبعا سامح موريس وسامح حنة والمجموعة دي بالكامل وكان ماهر فايز وقتها كان من ضمن الناس اللي هتبقى موجودة بالفريق بتاعه ماهر فايز اول ما سمع كده رجع ولكن بقية الخدام اتجهوا عادي للدير وقرروا ان هما هيبقوا متواجدين وهيسيبوا المنبر للارثوكس زي ما هم عاوزين ويبقى يوم عادي وخلينا نعدي اليوم وبالفعل تساب المنبر للارثوكس وابتدوا هما اللي يعزوا هما اللي يرنموا وهم اللي يعملوا طبعا غالبا هما كانوا محضرين نفسهم ان هما ياخدوا اليوم فكانوا عاملين برنامج حقيقي احنا وقتها كخدام انا كنت من ضمن فريق الخدمة وكان بالنسبالي دي حاجة شرف يعني دي حاجة عالمية وانا من ضمن فريق الخدمة فكانت بالنسبالي واو يعني مش قادرة اقول لكم كنت سعيدة قد ايه ان انا هاخدم في حدث عالمي زي ده اللي هو يوم الصالة العالمي لو عملنا سرش عنه يوم الصالة العالمي 11-11-2011 هنلاقي وهنلاقي اليوم ده في درسة عن الخرص طبعا احنا كبروتستانت ما بنعملش سلبان ولكن في الدير لقينا مكان بيعمل الصلبان احنا طبعا حتى ما كناش بنعرف بيتعمل فين فوقتها عشان نخرج نفسنا من المود اللي هو الأرثوزوكس اخده مننا اليوم طيب تعالوا تسكار لليوم دوت وتسكار لان احنا كنا خدام لان احنا برضو فضلنا موجودين في الخدمة في الوقت ده الخدمة مش منبر بس الخدمة ان انت تنظم الخدمة ان انت تعمل فاحنا فضلنا موجودين كخدام ولابسين الشراط بسعة الخدام برضو دي ما احنا وروحنا ساعتها عملنا كلنا احنا الخدام عملنا الصلبان صليب واضح ايوه عمليش بقولك انا اعتقاد ان اليوم ده ان مصر كلها تتحول للمسيحية بسبب اليوم ده بسبب الصلوات اللي حصل حقيقي انا نفسي بس تشوفوا الفيديو من اليوم ده في فيديو من ضمن الفيديوهات بس بيتقال يسوع لمدة ربع ساعة بس حقيقي انا كنت تحضره بقى طبعا اليوم ده في قلب الحدث نفسه فممكن تعمله عنه السرش وتشوفوه طبعا كان عندنا اعتقاد فضيع ان مصر للمسيح مصر للمسيح فالصليب ده انا عملته في يوم الصلاة العالمي تسكار ل11-11-2011 يعني انا مش عاملة من وانا صغيرة خالص بالعكد انا عاملة كبيرة وانا خادمة كمان وكان معايا ولادي يعني فعملته تسكار لليوم ده ومن ساعتها هو موجود طبعا انا بخاف جدا ولما روحت للدكتور وقال لي ان هو الوش معميق ولازم يتعامل جراحة وكده فانا بصراحة خايفة جدا ان انا اشيله بلس اني لما سألت الشيخ سعيد عامر قال لي اني انت مش مبطرة تشيله قال لي اه دي علامة من علامات الشركة ولكن دي لو عملتها دلوقتي لكن انت مش حاليا مش مضطرة تشيله فا ما شلتوش طب ما عالش كلمة اخيرة برضا عشان حصل موقف تحت دهني بالنسبة للجماعة يعني المفروض دي الله اعلم باخوتنا المسلمين نصح اخودي الناس في يعني كرناد يا جماعة الوجه الله يعني الاخ اللي كان بيعلق او الاخت اللي كان بيتعلق تحت بأكاونتات مضروبة ولا بالعالدة الشغلة دي جربنا من سنين من تلس سنين ست جاية بتوصل رسالة لهداية الناس للإسلام ست دي ولا جاية خانتها بتلمتها برعاط ولا خانتها بتطلب اعنات ولا هيبقى فيها حتى اي حاجة فأي حد مدائي من وجودها على اليوتيوب من اولها انا بقول له خضنا مع بعض حر بيامة زمان مش عايز اخوضها هنا تاني احنا جايين نقدم رسالة جايين نقدم رسالة صح وجايين نقدم علم صح اللي مش عاجبه تمام بقالش مابقاش مسلم فانا آسف يا جماعة للجملة دي لان انا عارف الرزالات اللي هتحصل والتعليقات الكومنتات السخيفة يقول لك اي يعني مسلم وحطة لنسز لا مش حطة لنسز على الفكرة تمام فما تدعيش فاقنها اول اوط دا فاقنها وعيب حتى دا حتى مش اسلام تمام مش ملت كلمة دوافر ولا حاجة فعمت العبد الرحمن انتصرف وحظر وبتاع بسانا بول لاي حد يسمع الحلقة يوم ما تفكر انك انت تدايق قناة دي بتفتح هيفتح فعل حسابك هيبقى معايا لان انا عارفت وقول لكم شكرا واسف يعني لا اتمنى ان محدش فهمني غلط في اخوة مصالحين واخوة جمال انا بتعلم منهم بس في ناس انا عارفهم كويس جدا عارفهم كويس الله وعارف من اول هيعملوا ايه عمي بو خيال عمي خيال انا ربنا خليك حاجة ازاك يا بو عماد ازاك انا بفعل شوية بس ايه انا فايا مصد ايه الافلام اللي بيضور في الدعوة انا فايا ملحقة اللي ايه هو من حقهم ان هما يغيروا منك سبحان الله خلينا ندحك انا من اولها كنا بنوصاني بس انا برضو حاجة عشان خطر اسمعني اسمعني طالما دخلت للأسف للشبكة ما بسميهاش العنقودية بسميها الشبكة للاكتساب وللشتم انت يا ما حتشوفه اكيد انت عارف لا جربتهم يا ما حاجة جربنا حاجة دي يا ما بس انا بنقول من الاول احنا مش فاضين احنا جايين لدعوة لدعوة بعيد عن اللي انتو قلتو ده كله لان انا عايزكو ايه تفرفشو شوية لان هي يا نورك يا نور الف سلام عليك يا نور انا عايزك بكتورة تقول لنا زي تجوزت بستاذ ايهان عشان نبحث شوية شوية اتعرفت عن زي وتجوزت بي حد من الاخوة معلش كاتب لي سؤال اسمه روز ام انا اكسف ام انا اكسف خد يبالك ابو روز لح تنزعي الاوي لما انا متأسفة تعالى اني ياريت حد يقرالي السؤال لان انا بما اني وش لافسة انت بمش شايفة كوية معلش بليد حد يقرأولي يعني الاستاذ عندي بيقول لك ايوه ايوه اعمي خالد استيلاحظة بس معانا دكتور امادو اه استاذ فاضل نسمع السؤاله وبعدين نسمع السؤال لعتيك سباديزن حضل امادو طبعا استاذنا كلنا وراب نحن نتخلقنا منه كتير واجل مشهود له يعني ربنا يبارك فيه في علمه تحيات لي بلغوا التحيات امادو الدكتور ايكا ما تعملتش مع الدكتور امادو قبل كده ماشي هو سامعك اه دكتور امادو حبيبا تفضل مايك معك اه تفضل دكتور امادو معانا في الغرفة دلوقتي سبتلهم مايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب يكون في صوت أهل وسهلا بالجميع وأنا بصراحة يعني منشرح جدا بالحقيقة يعني هذه من ثمار الجهد والوقت وأشياء كثيرة والطلاع وبحث وكل الحاجات دي أن نراها جلية وواضحة في أناس يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكبتهم على الحق وأن يرزقهم التوقى والإيمان إلى أن نلقى الله جميعا سبحانه وتعالى وننال رضوانه أهلا وسهلا بأختنا الفاضلة وربنا كرمت يا رب ويبارك فيك ويبارك في أولادك ويبارك في كل المستمعين أما بخصوص يعني استمعت الكلام في الأخير وهو يعني نيتك الحسنة في أن يعني تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو الناس إلى الإسلام طبعا يعني نحن درسنا الكثير والكثير والكثير في العقيدة المسيحية وكل هذه العقيدة سامعة مختلفة من الخطيئة الأصلية إلى التجسر إلى الخلاص إلى الفداء إلى الصلد إلى تأليه المسيح إلى كل هذه كلها فيها ثغرات وكلها يعني ثغراتها إما عقلية منطقية وإما أنها مخالفة لعقائد الأنبياء الذين جاءوا بها من عند الله سبارك وتعالى تماما فإلى أي حد طريح حضرتك البداية الصحيحة في دعوة هؤلاء إلى الله هل بمعنى هذه العقائد وبيان يعني عوارات ما في الكتاب حيثكم أحمد قرر وبيان يعني عوارات ما في الكتاب وأنا هرب على فكرة على حدة إن الكتاب ما فيهوش إساءات ربما يعني هذه وقت يتنظرك بالنسبة للمسيحيين ولكن حتى برغم المسيحيين لا يستطيعون الإجابات على بعض الإساءات التي عمدها الكتبة على شخص المسيح العهد الجديد سأقول شيء منها لكن سؤال الأساسي علشان لا ينسى أو يبقى واضح كلامي منه يعني الطريق الصحيح لي الحوار المحترم الحوار البناء الحوار الذي يأتي بنتيجة أفضل وأسرع مع المسيحي هل بنقب هذه العقائد أم ببيان ما في الإسلام من رحمة وسماحة وما في الإسلام من يعني عقائد سليمة وعقائد صحيحة واتفاق مع ما جاء به جميع الأنبياء والمسيحين هذا هو سؤالي المحدد أما بخصوص يعني ما أساء به الكتبة واللي حضرتك شايفة إن ما فيش كساءات لما أسأل لا لا أنا ما أصدش إن بالشايفة أنا أصد وقتها المسيحيين نتقف صامتاً أمام كتبة يكتبون وعلى حسب العقيدة المسيحية التي لدى المسيحيين أن يسوع هو الكلمة المتجسدة والكلمة هي إله ومثل هذا الكلام إنه غرب من ولماذا؟ هذه نقطة نقطة أخرى كن يسوع والواضح من سياق النصوص أن يسوع كان عارياً تماماً أنه بعد تناول العشاء خلع ثيابه واقتدرب من شفا وبعد وصمم أن يغسل أرجل التلاميذ وبعد ذلك حلل من شفا ويعني يجفت أرجل التلاميذ يعني بالتأكيد إنه هو كان عارياً ولماذا؟ ولماذا يظهر يسوع بهذه الصورة وبهذا المنظر؟ لماذا يكتب أحد الكتبة أن امرأة خاطئة أو مش خاطئة جاءت إليه في بيت سمعان لابرس ثم سكبت على رجليه الصيد ومسحتهم بشعرها وبدموعها أنا الحقيقة يعني أستغرد من هذا السلوك الذي يتنافى مع شرام الرجال وليس مع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى يعني هذا لا يمكن أن يتقبله لا مسلم ولا غير مسلم الحقيقة إن كان عنده إيمان بشخص صحيح عليه السلام تمام؟ إنه هو يعني يكشف رجليه لمرأة تفعل به هذه الأفاعيل تمام؟ أن يقف مثلاً كاهن مثل داود لمعي فالقول إن الرب يسوع كان شاء زي شباب مصر الجديدة إنه وزع التلاميذ يجيبه أكل من القرية ويقف يحكي مع المرأة السامرية وينطرد بها الوحيد يعني هذا كلام عيب 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 أن يقال وطبعاً كلامه يعني راجع لموضوع الكتاب والكتاب ذكر هذا كذلك مثلاً كن إله جسلك لكي يحول الماء لخمر للسكارة في الأفراح يعني ذا شيء غريب وعجيب ويعدوها المسيحيين من عظائم مؤجزات يسوع الحقيقة الكتاب مليئ إنه يوصف مثلاً بالخروف وإنه يوصف مهما يكون التأويل مهما يكون تأويلها ومهما يكون فهمها عند المسيحيين هذا الأمر غير مقبول بالمرة غير مقبول أو يشبه الإله نفسه كالص يأتي في الليل طبعاً يعني مثل هذه الإساءات موجودة ولا يقرها عقل ولا منطق ولا يقرها دين ولا يقرها يعني إنسان حصيف ويعني يحترم شخص الأنبياء أشكركم وزاكم الله خيراً وأهلاً وسهلاً بوكتنا مريم وأهلاً وسهلاً بالأستاذ إهاب وأهلاً وسهلاً باباماد وكل المستمعين جزاكم الله خيراً ونتمنى إن شاء الله نسمعكم دايماً ونشوفكم على خير ربنا يثبتنا وإياكم على الحق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحزة يا دكتورة ثواني فاضل يا دكتور حيا الله حبيبنا إبراهيم درميش حياك الله غالي حيا الله أخونا إبراهيم زوج بنتنا إيمان آآ مانوي فاضل يا دكتور تمام أنا هجاوب على السؤال آآ اللي أنا تسألته في الأول إزاي نتحاور مع الناس نقدم لهم عقدة طبعاً يعني اللي أنا شايفة حقيقي إن الكلام في الإسلاميات في وسط الدعوة قليل جداً جداً فبالتالي إن أنا أعرض عقدتي ده شبه مش موجود ولكن في ناس زي ما أنا قلت لحضرتك برضو من دمن كلامي في البداية إن أنا درست علم نفس فعلم النفس ده يعرفك تتعامل إزاي مع الشخصيات المختلفة فده بناء على الشخصية اللي قدام حضرتك هل الشخصية اللي قدامها محتاجة تسمع عن الإسلام ولا الشخصية اللي قدامك هي متمسكة قوي بالكتاب المقدس وبالكنيسة ومش عارفة إيه وبالدافع دفاع مستميد فأنا لازم أبتدي أهدلها الموضوع ده أنا كمريم لما تهد قدامي الكتاب المقدس وعصمة الكتاب المقدس ابتدي تتجه إن أنا أفكر ولكن غير كده عمري في حياتي ما كنت هفكر ولا كنت هصدق حتى لكن غيري أنا أعرف واحدة ستة بسيطة جدا هي اتجهت للإسلام ليه؟ لأن هي كانت بتشتغل مع واحدة مسلمة الستة المسلمة دي كانت بتعاملها كويس جدا وبتدت هي تسألها أنت بتعامليني غير ما المسلمين بيعملوني ليه فقالت لها لأن أنا ديني أمرني بكده وبتدت تحكيلها عن الإسلام على حسب عقليتها البسيطة تعرض لها العقيدة الإسلامية فبالتالي الستة أسلمت من غير ما تهدلها بقى عصمة الكتاب من غير حاجة هي بسيطة جدا ستة بسيطة جدا والتانية برضو بسيطة جدا وقدمت لها الإسلام ببساطة وفي الآخر جابت لها ناس تردلها على أسئلتها متخصصين شوية وهي دلوقتي الحمد لله مسلمة من أكتر من أربع سنين وعندها أربع أولاد والحمد لله الأربعة معاها ومسلمين هم الخمسة وزوجها متوفي نعم 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 فالحمد لله يعني على حسب عقليتها البسيطة ربنا وصل لها الرسالة فأنا دايما أقول أنا بس أشوف اللي قدامي هل هو فعلا باحث حقيقي عن الحق ولا لا لأن المجادل ملهاش لازمة المجادل ده أنا هنقض له كتابه وهطلع له كل العوار اللي فعقدته بالكامل مش عشان هو يهتدي لأنه هو واحد مجادل ولكن عشان أعرفه أن أنت ما تتكلمش تاني بقى اسكت خلاص لكن الباحث عن الحق ليه طريقة تانية خالص أنا هعرض له عقدتي وفي نفس الوقت ههدي له كتابه يعني هقول له على مناطق العوار اللي موجودة في الكتاب والعقيدة اللي تهده زي ما أنا قلت لحضرتك من شوية خلينا نتكلم برضو ونقول أن حضرتك بتقول أن مش عارفة أصل يسوع كان في مرة أصله عريان وفي مرة وداود لمعي داود لمعي مسؤول عن كلامه هو حر ولكن في حاجات كتير بالنسبة للمسيحين احنا لازم نفهم هما بيفكروا ازاي قبل ما ابتدي أدخل لحد مسيحي عشان أتكلم معاه لازم أبقى أعرف تماما هما فكرهم من ناحية الكتاب ومن ناحية العقيدة شكله عمل ازاي هل لما أنا أكلمه وأقوله أصل أنت إلهك كان عريان وهو دي حاجة هتهمه قوي حتى لو أنت أثبت هلو عادي طب ما هو عارف على فكرة الكتاب بيقول كده آه وهل دا يليك بنبي وهل دا يليك هو النزل هو صار لعنة لأجلنا فبالنسبة له أن هو يعمل أي حاجة تخليه صار لعنة لأجلنا عادي إيه المشكلة؟ ففي حاجات أنا بقولها لحضرتك أني مش هتهم قوي المسيحيين الستة اللي لمسيته والسامرية اللي وقف معاها عادي هم عارفين النصوص دي على فكرة عندهم ردود حتى لو بالنسبة لهم مش منطقية ولكن مش بتهمهم قوي الفكرة الفكرة إيه هي؟ الفكرة اللي هم نزل وتجسد وتصلب ومات وقام عشاني دا الفكرة الأساسية أما الحشو اللي في النص حتى لو كان فيه مشكلة احنا زي ما كانوا دايما بيقولوا لا احنا وقفين على حدث ولا وقفين على آية يعني لما تجيب له آية من الكتاب دا فيه آية بتقول كذا يقولك أنا مش واقف على آية معادي دا الترجمة بتقول كذا والترجمة بتقوله يقولك طالما المعنى الفكرة ما تغيرتش يبقى ما يفرقش معايا فعاوز أقول لحضرتك أن أنت تهديله نفس الكتاب أنت تطلع له فيه أخطاء الحتة دي غلط يعني مثلا الاقتباسات هل الاقتباسات صح؟ يبقى الوحي غلط حتى في الاقتباسات يبقى وحي إيه دا بقى؟ حاجات كتير من دي طبعا حضرتك أكيد عارفها وعالم بيها أن مشاكل الكتاب أكثر ما يكون المشاكل اللي في نصوص الكتاب نفسها أكثر ما يكون فنقدر نطلع منها حاجات كتير جدا نهديله بيها عصمة الكتاب المقدس اللي هو حطه قدامه صنم دا لما يتهد هيبتدي فوق يعني أتمنى أكون عرفت أجاوب حضرتك ولكن دا يعني لا يقل أهمية أن أنا أعرض عقدة الإسلامية لأن المسيحيين ما يعرفوش الإسلام كويس خالص على فكرة خالص ما يعرفوش غير اللي عاوزين الناس تعرفه لهم وساعات المسلمين في العادي العاديين اللي في الشوارع بيوصلوا رسالة سلبية جدا عن الإسلام وساعات كتير مواقع الدعوية بتوصل رسالة سلبية أكتر عن الإسلام عاوزين نوصل لهم الرسالة الصحة أنا لما بلاقي حد بيتكلم في الإسلاميات على صفحتي بشجعوا جدا 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 اللي هو كمل إحنا محتاجين دا إحنا محتاجين المسيحيين يعرفوا دا محتاجين أن هم فعلا يوصل لهم الحاجات اللي موجودة في الإسلام اللي هم ما يعرفوهاش اللي هم بيبحثوا ويتعبوا عشان خطر يوصلونها ليه إحنا ما نوصلهاش ليه الناس كلها بتتكلم مسيحي ليه الناس كلها بتتكلم في المسيحيين ليه ما يبقاش كل حد في تخصصه ليه حد ما يبقاش هو أصلا أزهري وخريك شريعة يتكلم في الإسلاميات ليه يلاقيهم كلهم بيتكلموا في الكتاب المقدس طيب خلاص هدنا الكتاب المقدس وبعدين الناس بتتجيه للإلحاد يا جماعة بعد ما بنهد الكتاب المقدس بيروحوا يلحادوا ما بيجوش الإسلام ليه عشان إحنا ما بنعرضش اللي عندنا إحنا عندنا أعظم حاجة ممكن تتقدم ومع ذلك مش بنستغلها للأسفل فيارب أكون عرفت أجاوب حضرتك أو فكرتي وصلت لحضرتك عن الإجابة حد كان عاوز يسأل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السكرة واضح؟ واضح الفضل طيب أهلا بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله أنا بسؤال تلاتي الجماعة التفشريين عموما يعني أو الكرازة معظم برامجهم تعتمد على التنصير بالسلوك الاي؟ بمعنى التنصير بالسلوك مم أوكي؟ فالسلوك ده مش معناها أني أنا كويس أنا ممكن أقول أنا مش كويس لكن أظهر سلوك يعني ديسنت أو كويس عشان أقدر أدخل حد بإيه في النصرانية بالإضافة أن هم بيعملوا جراسات على الشخص نفسه اللي عاديين ينصروه بيعملوا أوراكة جدا 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 عن كل حاجة عن حياته ونوات ضعفه ونوات طبوته هذا من جالب نحن كمسلمين نشر الدعوة بالصفات بمعنى أنني لن أظهر سلوك معين لا لأنا سأحاول أخلي فيها صفات الإيمان صفات اليقين مثلا الدعاء أنا أغاير من نفسي أقول يا رب استخدامي ولا تستخدامي تمام؟ يعني يا رب استخدامي في الدعوة يعني الدعوة عندنا مش زي النصرانية الدعوة عندنا مختلفة المفروض يعني المفروض اللي هو الدعية بيكون كده تمام؟ فأنا متعاز لو حركتم تدوء عن نقطة لي بالذات في المسيحية ورأيك الشخصي اللي تشفتيه عموما يعني في المسلمين نحن كمسلمين المفروض أن نحن دعاء إلى الله لكن سبحان الله أنا ممكن يكون شخص عاصي لعب البنور على قد يعني بس سبحان الله وستكفى ربنا وهذا لا يبنعني من الدعوة لو أنا عندي علم بقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بني ما عندي ولو آية وربه مبلغ أوعى من سامة يعني أنا ممكن أنا المعلومة أنا مش فهمها كوي فهمها يعني عشرة في المية لما رأينا لحضرتك أنت ما شاء الله كنت فهمها بسعين في المية مية في المية ده مقصد لده بصف صلى يعني معلش أنا مش عايز مش عايز أطول أولا بس أنت عايز لو تركت الضوء على النقطة لي وصولوا من المسلمين الذي هم مكسرين بمساطاء الذي يحاولون تعلمون كبتين 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 في التبشير يعني يحاولون على تده بقدروا نعملون عنهم ما رأيك هل فعلا حيثت في المسلمين عندهم التنصيب بالصفات وهل فعل المسيحين عندهم التنصير بالسلوك؟ مجرد السلوك؟ موضوع التنصير بالسلوك هم عندهم أصلاً عدد بيقول لياروا أعمالكم الحسنة في يوم تجدوا أباكم اللذي في السماوات مبدئياً يعني فأنا لازم أظهر أعمالي الحسنة عشان خاطر ده تمجيد لله بالنسبة لهم خلاص حتى زي ما محضرتك مما بتقول حتى لو أنا إنسان وحيش حتى لو أنا إنسان وحيش لكن لازم أبقى قدام الناس ياروا أعمالي الحسنة عشان يوم تجدوا الله لإني لما بيشوفوا أعمال الوحشة أنا كده بجيب التجديف على اسم الله بسببي يعني فآه ده بيحصل بيفهموا الشخص اللي قدامهم بيعملوا عليه دراسات آه حقيقي أنا عاوز أقول لحضرتك إن التنصير والكرازة كل مجموعة لها جروب بيخدمها بمعنى إيه؟ إن الشباب لهم مجموعة بتخدم الشباب في الكرازة يعني أنا ما خدمت الشباب قبل كده لكن المجموعة اللي بتخدم الشباب هم عارفين بيعملوا إيه؟ عارفين بيكلموهم إزاي؟ عارفين بيدخلوا لهم منين؟ الشباب ليهم وسائل جذب كتب جداً إزاي أجذبك إن إنت تيجي تتكلم معايا؟ إزاي أدخلك الكرازة في وسط الرياضة وفي وسط الإيفنتات اللي بتتعامل وفي وسط رحلات؟ لا تلاقي إن إنت دخلك كده معلومات كرازية في النص إنت بتديت تقبلها وتبلحها لحد ما تمليت بيها ما هي بتبتدي إيه؟ معلومة بمعلومة لحد ما تبتملي بالفكرة فخلاص الفكرة ملت دماغك طب تعالى بقى أتكلم تعالى يلا بقى هنكلمك معلوش يا ماريب أعطيك لحظة أعطيك لحظة عبد الرحمن ممكن تساعد عم يوسف يطلع على الصوديو أخونا المسلم الجديد بس يطلع على الصوديو اللي الجماعة بيرقولوا حاول تساعدوا في اللي هو رحيل يوسف أنا أسف للمقاطعة كاميرا دكتور إزا ممكن يا مختلاك كريمة تساعدي بفعالية دقيقة بزرط معلوش لا لا أنا بجد ليش عاد أتكلم أنا مش طلع على تكلم أتطلع على الصوديو من عبد الرحمن فبقول لحضرتك هم ليهم وسائل جذب للشباب لحد ما تتملي بالفكرة غير بقى لما أجي أتكلم آه كل حد ليه شخصية وليه طريقة وليه أسلوب غير ما أجي أتكلم مع واحدة ست عادية غير ما أجي أتكلم مع حد محتاج مادياً محتاج نفسياً محتاج عاطفياً محتاج اجتماعياً هم بيبقوا زي ما حضرتك ما بتقول عارفين درسين الشخص درسينه ودرسين حياته ودرسين خلفيته ودرسين هو أعرف أدخله منين الشخص ده أعرف أدخله منين أنا سمعت أن في بعض البرامج بيتكتب ألف ورق عن الشخص ده أو المراد تنصيره بيوصد مرحلة يبكيله عنه مئة ألف ورق عن كل حاجة في حياته يعني بص أنا حقيقي ما كنتش من ضمن الناس المكلفين يعرفوا الشخصيات أو يتحروا عنهم لكن أنا كانت بتجي لي الشخصية ومعروف عنها أن ده مثلاً عنده احتياج كذا عنده ومش عارفة إيه وانا كنت بكمل معاهم بناء على الخلفية اللي أنا واخداها منهم لكن ما عرفش كانت بتوصل لحد فين لكن أنا ببقى أعرفة أن معمول عنهم سرش كويس جداً معمول سرش عن حياتهم عن تفاصيل حياتهم الضطيقة وممكن أنت تبتدي كلام معهم منين أنهي مدخل اللي تدخل منه ده مش كل الناس بتدخل لهم أنا كان فيه شاب من الشباب أعرفه هو أصلاً من عيلة غنية ومرتحمة ديان جداً ولكن كان أهله سايبينه وكانوا مسافرين وكان قاعد شبه لوحده وتعرف على الشباب من الكنيسة من كليته ولأنه قاعد لوحده وابتدوا الشباب يجبوه الكنيسة ما كانش الشباب هدفهم كرازي خالص ولكن الخدام بتوع الكنيسة أصبح هدفهم كرازي أن هم طبهتوا يعود يتفرج معاكم على المتش يعود يلعب معاكم طبعاً الكنيسة فيها نادي يلعب معاكم مش عارفة إيه يلعب بليارد ويلعب كذا ابتدى يحس إن هو في جو مختلف ابتدت الستات تسأل عليه ويتصلوا بيه وأخبارك إيه وعمل إيه النهاردة وتعالى كل عندنا طب إحنا عزمينك ابتدى الشاب يدخل البيوت المسيحية وابتدى يشوف حياتهم شكلها عامل إزاي وهو مفتقد جداً قصة إن هو يبقى عنده عيلة فلقى عيلة في الكنيسة لقى عيلة بتسأل عليه بالضبط فابتدى من هنا قصة تنصير الشاب دوت للأسف هو دلوتي في استراليا هو تنصر وسافر كمان فأنا بقول لحضرتك كل حد أه ليه طريقة وليه أسلوب وبيعملوا سرسة عنه وبيفهموا شخصيته وبيعرفوا طبيعة حياته لحد ما يوصل فأنا درست علم نفس فعلياً أنا قلت أن أنا درست علم نفس في فترة من فترات حياتي أنا درست علم نفس يعني فيه أن عاثل في منهم ناس مخصوصة بجمع المعلومات عن الشخص ده أي معلومة حتى اللونير بيحبه وفيه ناس تانية محاللين نفسيين اللي هم الكبار بقى ياخدوا مثلاً مش قل من ألف ورق الواق بالدالة اللي تعلمتوا أو دالة عاثلية ياخدوا ألف ورق مخطوبة على الشخص ده وبعدين يودوها ليه من الناس اللي هم متخصصين يبدوا يعمل بقى إيه؟ هذا ريسيس ده أو ده حليل للشخصية ده بعد أن يكون عاثلهم كل البيانات اللي هم محتاجينها بالإضافة حضرك يعني أنا طور عمري مختلف بموضوع المايد كنترول في حقه في العقول تغيير حضرك إن أنا حتى أنا والدتي والدي معنوم وكان ملعين يصلي قويسين كتب جداً من عائلتي اكتشفت لهم بقى اللي هو الشيطان بصبر كان ملاكي يعني الفكرة دي الشيطاني الساقط دي بيش مقولها بالإسلام لكن بطريقة غير مباشرة عشان احنا كانت تكلم علي كتير ومسيحيين كتير جداً جداً احنا انا كان عندي دكتورة كليسة وكل حاجة يعني وتعملتي وانا زرارة مناسبة لكن دينا اصده يعني آآ ان كان الفكرة دي الفكرة لحظة دي الدكتورة نتفصل عن ده السواء سواء ترجع دكتورة لا انا موجودة مع حضر فكرة فحضرك هو دا يعني اوصل بهم هم هم بيقولوا كان فاكرين ان المشيطان دا اصده ملاكي فاحنا احنا كمسطنين وبنصلي ومتزمين اتنا فران ومع ذلك التجارة دي كانت لحد الفترة طويلة جداً 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 في اللوعي عندهم بسبب السلوب السلوب المرعب اللي بيستخدموه فانا اسفل انا اطعطيك بس عطيك لانا يعني انوى بس عرفتك فضلك كميلي لا انا خلصت ايجابت سؤال بتا حضرتك لو حضرتك عاوزني اجاوب على حاجة تانية او في اي حاجة تانية اقول لي يعني لو حاسث ان الاجابة مش كافية لا لا مش كلا انا انا بتعاش بس عطيك ببقين كنت كنت تمجال التمشير ماشي فأكيد حضرتك يعني بعينك ان تيجوه المطبخ وشايفة انا اعوز اقول لي حضرتك ان هما ليهم طرق كتير جداً جداً ويمكن في مرة من المرات نعمل حلقة عن طرق التبشيف ديت وهم بيدخلوا للناس ازاي وبيروحوا لانهي فئات بالضبط ومين اللي بيكملوا معايا للاخر ومين اللي خلاص مش بيستجب فبيستطب يعني ما بيكملوش ممكن في مرة من المرات ان شاء الله ابقى اعمل حلقة عن كده واتكلم عن كل الاساليب بتاعت التبشير وخصوصاً بتاعت الشباب لان انا انا بشفق على الشباب جداً جداً في الوقت الحالي لان بص اهليهم سايباهم حقيقي ونادراً ما نبقى عارفين هم موجودين فين وكتير قوي قوي الشباب بيبقوا موجودين مع صحقابهم المسيحيين داخل الكنيس واهليهم عارفين وسكتين دي بداية التنصير عليك لا ده هنعتبره يا دكتورة ده هنعتبره وعد منك لان ده اه موضوع مهم جداً جداً حقيقة يعني اعتبارك في وسط الدائرة وشايفة كل اللي بيحصل وعشان الحالة دي اعتقد اكون مفيدة جداً لفتح الاساليب اللي بتتم التنصير الشباب فان شاء الله بني ما اتفق معاكي ان شاء الله دكتور اود اه المتر ايهاب نحدد يقوم ان شاء الله لان الاخوة حتى عندي في الغرفة طالبين للحلقة دي ان شاء الله تمام ان شاء الله اه اختي امانوية انا عنا متشكرة لك انا خدت بلوقتي وان شاء الله يعني في الحلقة التانية في وضوع التنصير ده يبقى منك كلام كتير جداً شكراً جداً على زيك مرة تانية واسف لانا خدتباتك كتير لا خدت حضرتك فالس عليكم كلاماً اه اختي امانوية بتسمع بعد ما تقول بعد امانوية نعم طيب بص يا اختي انا طبعاً في بداية اسلامي ما كانش ما كانش والدي مسلمين لكن الحمد لله انا عندي بنت كبيرة في السنوية عامة هي اسلامة الحمد لله بقالها سنة ونص تقريباً تهيل وحديها انا ما ضغطتش عليها انا مسلمة من خمس سنين الحمد لله بنتي من سنة ونص بس انا ما ضغطتش عليها خالص وما عملتش معيها اي ضغوط نفسية ولا ضغوط من اي نوع خالص بالعكس لما كانت بتيجي رايحة كنيسة انا كنت باخدها في عربتي واوديها على فكرة يعني وكنت بوصلها لحد باب الكنيسة وكنت بروح اجيبها وفضلت معيها بالوضع دوت ولا اقراها في الدين فعلاً هي طبعاً ما كانتش متخيلة ان انا هعمل معها كده طبعاً بعد ما قصة اسلامي تعرفت انا قررت ان انا هاعد مع ولادي في البيت وقلت ان انا هموت وانا معيهم لان انا حسيت ان انا لو سبتهم ومشيت زي ما كان بيتقلي امشي لانا كنت في وقت من الاوقات كنت متعرضة للأكل يعني وقلت لهم لا مش همشي ومش هسيب ولادي ابداً انا لو سبت ولادي عمرهم ما هيهتدوا بالعكسة هيكرهوا الاسلام والمسلمين فانا هموت وانا في وسطيهم على الاقل ييجوا في يوم من الايام يقولوا ماما ماتت ليه اصلها بقت مسلمة فيبتدوا ساعتها يدوروا في الاسلام ويقولوا اللي قررت ان هي تنوت عشان خطر الاسلام ده يبقى كده الاسلام في حاجة فانا قررت ان انا نعود معاهم والحمد لله الامور عدت حتى لو في شوية نواشات دلوقتي ولكن الحمد لله افضل كتير من الاول انا وقتها سبت بنتي دي على رحيتها خالص هي دي اللي جات في يوم من الايام تقولي هو فعلاً القرآن قال كده وانا قلت لها ادى وحي هي طبعاً كانت معترضة تماماً على فكرة اسلامي وكانت متعصبة للكنيسة في الوقت ده وقررت ان هي لأ انا مكملة كده لو سمحتي انا فانا وقتها احترمت طبعاً رغبتها وقلت لها لأ طبعاً برحتك انا برضو ماما وكنا بنتعامل عادي جداً في البيت ولكن انا ليه عقدتي وانتي حر وابتدت هي نفسها اللي تدور وابتدت هي اللي تسأل وبقيت تيجي تسألني وكان ايهاب حتى موجود معنا ولما تيجي تسأل كنا بنجاوبها على قد السؤال اللي هي بتسألها بالضبط يعني هي تسأل انا بقى جاي اسأل عن كذا بس تجاوبوني عن كذا بس وتعمل لنا كده خلاص يا ماما هتجاوبك عن كذا بس وجاوبها يعني هي مش عاوزانا ما تكرزوا ليش وجاوبها فعلاً عن كذا اللي هي بتسأل علي وبعدين تغيب شوية وتروح رجع جايبالي سؤال تاني انا عاوز اسأل على كذا بس كذا بس تغيب حاضر ومجاوبها وكنا بتعمل معها عادي جداً لغاية ما هي لقيتها هي بنفسها عملت بحث خاص بيها مع نفسها وهي نفسها اللي بدأت تيجي بقى تقول ايه انا مصدقة الاسلام انا عاوزة بقى مسلمة واحنا اكتر من مرة نقول لها لا اسطوب معلش خليكي دلوقتي طيب استنيت لحد ما هي قررت لا انا عاوزة بقى مسلمة خلاص يعني كده اه خلاص وساعتها بقت مسلمة من حوالي سنة ونص وهي اللي قررت بمزاجها وعاوزة أقول لكم ان ربنا يحفظها ربنا يحفظها رب هي اكثر التزاما مني هي دلوقتي فعلا اكثر التزاما مني في الاسلام في الصلاة وفي الصوم وفي القيام وقراءة القرآن هي اكثر مني التزاما فربنا يبركها ويثبتها ويحفظ لي عليها اختها الصغيرة هي اه هي صغيرة لسه ولكن طبعا انا بحكم ان هي صغيرة انا باملة دمخها وباملة افكارها بالاسلام فاوتوماتيك هي دي طلعة مسلمة يعني على الفطر يعني. ربنا يثبت اماما الاتنين ويحفظهم يا رب. معلوش عموزة معنا في الصوت لسا اعطيه ايدة استوديو عبرك? لا انا طلعت وهو نزل. طب مش عارف هو فوق لا لا. لسه كتاب لنا ما هو. اه هو كده موجود. طب تفضل عموزة. الناس عايزة تسمع اخبار حلوة وتشوفه المسلمين الجدد. انا مش عارف كيف كده هو. حياة الله يا جزيز. اه. اه سمعين. شكرا دكتور عن ايه. زي يا حضرتك. شكرا الله. الحمد لله. الحمد لله. اه كنت عايد باسأل حضرتك جوال. اه ممكن اخوة من هنا ما يتعبوش يعني. اه دي اه اه في حياة المسيحيين. اه وكيفة البروتسانت يعني بيمروا بحاجة اسمها اختبار او او تاكيب الروح او او الامتلاق بالروح. اه 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 ده ما افترش عليكي بعد اه اسلام حضرتك يعني. ما جل فيش افكار اللي هي اللي هي اللي هي التقيميب الروح الفو بس. اه اه حاجات حاجات من دي كده. الحاجات دي انا بستالها عشان اه يمكن انا بواجهها اليوم من ده. يمكن في شوية خضع بالات كده. الواحد بيقابلها بيسكر فيها. بيسكر عن طريق ابدي. انا عايز اسمع بس رب حضرتك. بص يا استاذ ياسف. الموضوع في الاول بيبقى. صعب وخصوصا لما تبقى لسه قاعد في بيتك مش بيبقى تقنيب الروح القدس قد ما بيبقى هو انا عملت في نفسي ايه خلاني اعمل كده والدنيا تبوز وتتلخبط معايا فمن واقع الجزئية دي بتبتدي تجيلي الافكار بقى ولكن عاوز اقول لحضرتك حاجة انا يمكن الافكار دي ما كانتش قوي مسيطرة علي ليه لاني خدت رحلة بحث طويلة جدا ما منهاش عودة خلاص فما فيش بقى روح قدس ولا اي حاجة هتخليني ارجع تاني ما انا مش هينفع ارجع هرجع ازاي بعد ما بحثت ودرست وتأكدت تماما ان اللي انا فيه هو اللي صح فما فيش عودة خلاص هكمل يعني هكمل زي ما انا او زي ما فلو حضرتك بتواجه مشاكل بتواجه تساؤلات يعني خلينا نتشارك فيها عشان خاطر نعرف هي وصلة لحد فيه بدون تأثير عليك لكن انا عارفة ان حضرتك بحثت ودرست وحضرتك حد دارس برضو ووصلت للإسلام بناء على دراسة اه طبعا ابليس لازم يلعب معاك في الوقت ده انت لسه مسلم جديد خالص لسه بتقول يا هادي وهو مش عاوز كده فعاوز لازم يلعب معاك ولازم يحط لك مشاكل ويحط لك عرقيل ويبهدلك حياتك بمعانا اصح يبهدلك حياتك مش مش شرط حياتك المادية في بيتك وفي شغلك لكن حياتك النفسية تبقى متحطمة وانت حسس ان انت نفسيا فيك حاجة غلط ومش عارف تتعايش مع الوضع ده ابليس هيعمل معك كده طبعا ولكن محتاجين ناخد وقفة ناخد وقفة في الوقت ده نقدر نهاجم ابليس دوت اللي عمال يقرفنا في حياتنا لان احنا صح ابليس مش هيجي لك طول ما انت ماشي صح طول ما انت ماشي غلط لكن لما ابتدت تمشي صح هيبتدي يجيب لك الافكار ويقول لك اصلي ده الروح القدس بيبكتك وبيقول لك ايه اللي انت عملته ده الروح القدس بيقول لك هل حضرتك في يوم من الايام اختبار الروح القدس وكانت تجري من بطنك انهار ماء حي ده سؤال حضرتك لو تقدر تجاوبني هل كانت تجري من بطنك انهار ماء حي هل كان عليك سكيب الروح فعلا درجة ان الروح القدس دلوقتي بيبكتك وبيقول لك ايه اللي انت عملته في نفسك قلت يا دكتورة وانا ذكرت لك انها اضع بلات دلوقتي انها اضع بلات يعني مثلا في الكنيسة الروحية عندنا يقول لنا مثلا ايه انت ما تقعد مع باب الجاهل وتعترف بتخرج بص وكأنك متجدد وكأنك قلبك ابيض وكأنك فرحانه هتطير نفس الشيء انت لو اعادت مع دكتوره نفس ثاني وعادت بتتكمل معك هتلاقي نفس الحالة اللي بتمر بيها وانت خارج من عند الدكتور النفسي هي هي نفس الحالة اللي بتخرج منها من عند ابونا في اجتماعات الصلاة او تكيب الروح يمكن احنا كنا لما بنحضر مثلا مؤتمر او نهضة في قصر الضبار او اي كليسة كنا بنقرب فرحانين قوي بس اه لو كنت في حياتي في مواقف ثانية اه يعني مثلا لو انا خدت علاوة في الشغل ممكن ابقى فرحان برضو كده اه اه لو انا قابلني او سمعت فرح مبج ممكن يكون خبر مشروحي ببقى فرحان برضو جده انا اه انا من هنا يعني اه عرفت اللي دي مجرد اوهام نفسية اه انا ممكن امر بيها وممكن اي واحد حتى المسلم يعني اه انا قابل اسلامي انا ادرت ان حتى المسلم ممكن يحس بالناش ولا انا خد بخرج مثلا من الكليسة بيها اه هو بيحسها في موقف ثاني انا عاوز اقولك ده موضوع نفسي بحث يعني ايوه 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 انت عارفة مثلا وحضرتك مالي نفسك من قبل ما تدخل انك هتخرج متجدد فلازم تخرج متجدد او يا حبازة بقى لو مثلا الوعز او الحقز الترمين مثلا اه 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 ممكن اتكلم اه ده النهاردة جايلي مخصوص ايوه انت عارفة الحاجات دي يمكن ايه اه زي ما شرحت لحضرتك ايه بسبيلة عن طريق حاجات اه من ابليم وانا واصف انها حاجات من ابليم طبا انا بعملها او بعملها اليومين دوما انا انا كل ما ما الافكار دي بتيجي اه يمكن انا قلت قلتها اه اه انا بفتح الكتاب المقدس واراه برضو انت عارفة الحاجات برضو اقول لهم عملت ايه اعملت ايه راح جاب ايه راح جاب ده يا سودة انا اللي بقى الارباء وعشرين سنة مدور معناسة طلعها طلع نص اقسم بالله العظيم انا اللي بحس نفتش كده معرفة طلعها هدي بيه انجيل بالكامل اهو ده احذري من ده عبقرية اهو ده اللي بجد نسبت له ونسبت له على الحق الى يوم الدين ونسأل الله ونسأل الله لا دايما مش شعورتين الانس وشعورتين الجن اشتار مش عيسيمك الفترة ده عميوصف كمل عميوصف خلينا نتواصل اكتر خلينا نتواصل اكتر على البرايفت زي ما حضرتك كنت بتعمل دايما يعني انا حاستك مش حابب تتواصل فانا وقفت قلت يمكن هو لا انا اللي مؤثر مع الامان انا اللي مؤثر مع الله لكن يعني خلينا نرجع لا انا انا بطبست لما لقي حضرتك بتتكلم فياريت ترجع تتواصل معايا تاني على البرايفت انا وايهابه لو في اي تساؤل او اي حاجة احنا موجودين يعني دايما في الخدمة وانت عارف انا اقولك على حاجة يعني انا بقبل الفزايف بخجر بقى يوسف انا لو طلب خمسين مرة انت اخوية اتصل بالدكتورة في اي وقت تصدقني تمام انت اخوية وانت رجل محترم وان رجل بعتزي بك انت لما جيت مجالة دعوة وانت استغربت ان ممكن مساء ان اي استدتت اتبا دعاية او تتكلم معاك او كده انا عارف انك انت عايز تستفاد من التجربة تحتها قلتلك الكلام ده صح اي جاي انا انا عارف ان اخواتك في اي وقت عم يوسف انا ساعيب بنصهر مع بعض ويقولنا نصهر مع بعض انا وانت بالليل انت بتنام بادري في من دورة الشغر بادري فانا انتظرك في اي وقت لاحظة عم يوسف ما السؤال يا اخونا يوسف طب دل مين بس بيتكلم عشان ابو اماد ابو اماد اللي كان معك امبرح على القلاب عم يوسف اللي كان معنا عقلاب مبرح في حالات المسلم ازاك يا يوسف. الله يكفي. الله يكفي. لا دايما يقول لك انت يا يوسف ازاي تأسلم وتسيب المسيح. جات لك يا يوسف. اه. وكان ربك على ايه? بص هقول لك على حاجة. انا النهاردة مثلا كنت تتفكر اه اه لما جيت مثلا افتح اه مقدمة اه سفر اه مثلا لوقة. اه 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 شوف مقدمة مسلا للانجيل اللي هو مقدمته وقارنه مسلا بمقدمة مسلا سورة سيدنا يقول مسلا كا. لو عديتك بقصة. ايه? لأ المقدمة يعني انا انا عايز اتكلمك عن مقدمة. نحن نقص عليك احسن القصة. لكن لكن بص المقدمة بتاعة المقدمة مسلا هتلاقي بيقولك اه اه احنا لقينا ناس بيقلبه وناس متعرف ايه. ايه. اه 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 لو انت هتسألني اه اه هقولك مثلا اه انا منفعش اعسنة قويب ابستوري كتاب مقدمة دي ليه اتقلت شبهة. انت عارف شبهات كبيرة شبهات كبيرة وشبهات كبيرة انا ربنا اللي يعلم يعني الواحد اه طفح الكلمة بالحاجات دي. يعني اه. ما لك اديه. اه? ما لك اديه. اه. اه. اه اه. با امن ان ما حجبتك بس ممكن شهربين مثلا او 30 نيسة. تقريبا اه. اه. انت لسه لا جديد لان جاءة. ربنا سبتك واحفظك. يعني هتلاقي. هتلاقي بص عندي يا عما بو عماد انا كده فيه اني لما مسلم جديد بسترجع كل التجربة بتاعتي هو في اليوم ده كان الاخير. الحقيقة انا بس حاجة شهدى شهدى اخوانا بس مش عشان انا هنا في القناة مع دكتورة مريم والاستاذ اهاب لا والله. انا اتحققوش هتفق غيابهم. الناس دي بتعمل في السر. في الخفاء. يعني مش لازم ان هي تقول ان احنا دلوقتي في واحد بياتلم. او في واحد ان احنا مسلا بنحاول نقنعه بالاسلام. اصلا والله العظيم رب العرش العظيم ان يكتبه في الميزان. ربنا فعل جهاز سعل باله. والله العظيم ربنا بيكرمنا في حياتنا وربنا بيستுرة معنا في حياتنا يعني ما اقول لك يعني كل ده بساطر ربنا. لكنك حاجة ci сама في الحياة بستها ترمك. احسن حاجة في الدنيا يا جماعة يا اخوة ربنا يكرمكو جميعا الصبر الصبر واللي بحس عن الحق ما تبخلش عنها احسن حاجة في الدنيا ده عوض راجل مهتاج يا رجل ده. دي احسن حاجة في الدنيا والله يا جماعة. فجزاكم الله خيرا عننا يا جماعة. ونسأل الله لكم بالثبات اللي هو مدينا. انا عايد اقول حاجة بس. طيب احنا في اسئلة تانية عشان. احنا زيبني رياعك بقى عشان. الناس ما عميسوا عزور حاجة طبا يا جماعة جاعة. خدر ياسم. انا انا بس كنت عايد باشيط اه لفلت اياد. ويا دكتورة مريم انا اه لما اخدت القرار ده. انا يمكن حوالي الظروف انا ما مش عاش ان انا اعلن في البيت او اعلن في الاسرة او في الايلة. ايه. او اه باللي بيحاصون يعني. انت عارف اه 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 هما صراحة قالوا لي مش لازم يتعلن وش لازم. بعكس فيه ناس اه اه قابلتها يمكن ناس ناس عقلتها وصل. اه يمكن لما احكوا بس ان انا اه ان انا فميل اسلاميا. اه اه قعدوا يتكلموني انك انت لازم تشهر و لازم تبعد عن بيتك عشان تكفر. انا اقول لك حاجة اقول لك مش هنعمل لك اشارة اسلامك قبل سنة. انا كده يا جماعة. مش هعمل لك اشارة اسلامك قبل السنة. اه. عابب انت تروح تعمله مع نفسك ولدك تعمله ازيك. ان شاء الله سجانة دو وصل معهم هيوصلوا للحق. هيوصلوا للحق والله. امين. باذنك. انا عايز اوصل برضو ان الوضع اللي انا فيه انا انا تعبان فيه يعني تعرفك. اكيد. اه اه انك بتعومي ضد اه بيار يعني. طبعا. انا براسة بيار. اه يعني ساعات كده يعني ساعات مثلا بقولش افضلي اه الاقي مية حاجة بتعطي وانا ما اضرش اقول ان انا داخل افضلي مثلا. انا لو بقول انه ممكن هما يحترموا في ايدي او انا بعمل ايه فوالله العزين بالصورة يعني ربنا اللي يعلم بحل الواحد. بس اه انا بديت بطريق. يعني ان اي ضيقة بتبقى الوقت محدد وبعد كده ربنا بيفرجها. وده اللي حصل معي وحستي ان انا هفضل كده طول عمري. وبالعكس حياتي تلخبطت اكتر ولكن الحمد لله الحمد لله انا دلوقتي في فرج من الله. يا عم نوسف الايمان ايمان قلبي وصدق عليه اللسان. هو عتصدق اي واحد في الدنيا يقولك اللي مش عارف ايه لا ما حدش ايضا يكفر. حد انت راجل مسلم وراجل افضل مني حالا والله العزين ثلاثة. راجل افضل مني حالا. انا تلك ده صفحة ايضا حافظ عليها. دي الايام دي وتبقى بالنسبة لك ذكريات. بجد حقيقة. مينة. مينة. دعوايتك. 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 نحن نكتب المهدد يا دكتورة نشيبك ترتاحي. اتا عبناكي معنا لو في اسئلة تحت بالمرة عشان احنا عايزين نقفل بقى على موضوع التعارف ده. عايزين نبدأ في حاسس كويسة. نبدأ في مواضيع زي اللي كاتت على القلب هاوس طبعا اعمال بعمل. الاستاذ ايهاب نصراني سابق لا. لو في اي سؤال. في اي سؤال? هو في واحد واحد مسأل سؤال بفلق استاذ ايهاب كم مشيحوة كمان. لا يا اخ انا مورود مسلم والحمد عن عامة الاسلام. بنا اكرمك يا ازهاب ويحفظك انا ما انا قبل معرفك الحياة ما سمعت عنك التخيل. حياة. حبيبنا حكي والله دعواتك دعواتك دعواتك. دعواتك 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 دعواتك. ربنا ووفا نا وربناك على باب علم وانور وهداء للناس. نسأل الله. اه اه نزيل دكتورة اه مريم هنحدد يوم ان شاء الله اه اه معرفة اساليب التنصير. طب بص يا بص عمال وعماد فيه مواضيع حالو والله في الكتاب المقدس فيه موضوعه مهم جدا كنا طرحينه. انت شفت اللي خدت معانية فيه الوادهاني مبارح لان فاتح حرومين بيرد علينا في الموضوع ده. فانا عزد رابلهم الموضوع ده نهائيا لان الموضوع. انت مش شفتوش عامل ايه مبارح. في حد بيقول. راحوا فاتح حروم تاني عشان يرد علينا. ان فيه اسئلة فوق بس معلش يا جماعة انا انا فهلا مش شايفة كويس. الشاشة بالنسبة لي مس وقتها. المهندس عبدالرحمن بشوانس عبدالرحمن لو كده كان. يعني لو حد يقولي. انا بشوفها ببص عليها. حد بيقول ان يا عم. هل الدكتورة مرمس ايهاب لهم صفحات على الفيسبوك طبعا اكيد. اه اه صفحاتي على الفيسبوك. ازد الله حضرها. ازد الله حضرها حضرها الرابط في التعليقاتكم. الدكتورة اللي هي سلسلة اسمها قصة اسلامها المولودة عام على شبكة ابن ماريوم على الكتاب الالكتروني. وليه اسمها تطبع كتاب قريب بس هتطبع في لبنان مش هنفها تطبع في مصر عن ازواء الالام. ليه بقى ازواء الالام من اقوله الاخره ان ده هيعتبر اهم جزئية في العهد الجديد. عندي ابحاث. عندي ابحاث برضو كويس يعني. بس دي له هتعرض هنا المناقشات دي كلها. موجودين على الكلاب هاوس. موجودين على روب حوار شولادي بس. على هنا دي حوار شولادي. او تقريبا انا دي كل الحاجات اللي هي معروضة على التكس دلوقتي. طيب شكرا لك يا دكتورة. شكرا لك. احنا صهرنا وكل ناردة معنا معنا معلش. انا عارف اللي هو رفو حلقات وتحياتنا لاخواتنا لأفاضل في البلتوك. حبيبنا جميع اللي قولينا يعني في زيارة بازن الله دي. الاساس خالد اه خالد العقبي بيقوله يا ابو عمد مستهل. لا ده عايز حلق حلق. هو عايز حلق. موضوع عايز قاعدة هو موضوع عشان ده موضوع خويل على خالد. لا ده موضوع خويل. وعملها خالد دكتورة مريم اقصى حاجة كاد بتعملها هي ساعة ساعة ونصف. يعني احنا بقى دلوقتي ساعتين. يعني الله يبارك فيه اكيد يعني وراها حاجة يعني. انا تحبوا بعد كده مباشر ومنقشات ولا تحبوا الحلقات تكون متسجلة ومتمنتجة. انا شوف بقى حسب الرغبة بتاعت الجماعة لو عايزين اتناقشوا مسلا. ولا بس مباشر بعد كاشر الحلقات الجاة يكون دراسية اكتر يكون كتابية اكتر. بإذن الله. والله اللايب وهي اتعرضه وبعد كده نسمع مداخلات يا اساس زهاب. خلاص تمام. نجهز الحلقة بعد كده ان هو قاعدين على الكتكست مش مش اكتر. اه ان شاء الله. ماشي. شكرا لك الله خيرا. احسن الله اليكم. وشكرا لك يوسف وغلي بالك من نفسك. وحافظ على نفسك. انا الحقيقة انا قلت للاسة زهاب بارش طلعت النهار يعني على اساس ان انت يعني بسا ما اعلنتش يعني. اللي عم يوسف حباب نعم يوسف حبي شاكر بص اقول لحضر لك حاجة في حاجة في المسلم يجيب ده امان احنا عارفينها. يحب عايز اخواته يفرحه معي. عايز يقول للدنيا كلها فرحان وعايز يفرح الدنيا كلها. ما يقدرش يبطل الطبع ده. اي بص اصلا مش اول واحد انا فهمهم الله عم يوسف. نفسك انت فرحان نفسك تقول للدنيا كلها تمام انا بقيت مصلم نفسك تفرح الناس كلها. فربنا فرحنا دايما بيك عم يوسف كده. آنف. مبروك يا ابني اخوان يا ايوسف. اخونا يعينك وانشاء الله بازن الله. احمينا ايهاب اخونا ايهاب اقول لك انت قدامك لسه ايه فواضلو كم شهر يا ايهاب. والله ناس على الله الهدايا الاهل conditioning والله Nederland داهم داهم دائما. اللهمmm وهم قرايبين بازن الله بنبothepped eruption وهم قرايبين بازن الله بازن الله هي الهداية بكم ربنا ما كنت تقوم بازن الله بifiersن الالخいい на ما ربنا يا ايداهم على ايدك يا يوسف. اللهم لك يا دكتورة. يا سهد الله. ويعينك ويعين الله سهدهاب. كذلكم الله خيرا. نحسنا الله اليكم. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم. نختم نتوقع له ونختم. سبحان الله وبحده. سبحان الله العظيم. ونشهد ان الى الى الله سيدنا محمد رسول الله. يلا جمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة تعرف تقفلوا الله بشوان. سعبد الرحمن. يقفل بسطوديونا عمل مغادرة.